اول سؤال معنى number one what the main factor of success بقول ايه العامل الرئيسي للنجاح mean is similar in meaning to بقول اللي كلمة main دي قريبة في المعنى لكلمة ايه طبعا كلمة main يعني اساسي طيب وكلمة basic برضو يعني اساسي يبقى كلمة basic هنا معناها اساسي او رئيسي زي كلمة main يعني الاتنين متشابين في المعنى او الاتنين synonyms مترادفات نفس المعنى بقول لك احترس ان الالعاب دي are suitable يعني مناسبة for specific age groups لمجموعات من اعمار معينة او من عمر معين بقولي specific here is opposite in meaning to يعني كلمة specific دي عكسها ايه وعايز عكسك ان specific طيب كلمة specific يعني محدد او معين طيب حاجة مش محددة او حاجة مش معينة يبقى الشيء ده ordinary يعني شيء عادي يبقى هنا بتكلم عن specific age يعني عمر معين او عمر محدد يعني مش اي عمر يعني العبدي مش لاي عمر ازا كلمة specific هنا الاوبص بتاعها ordinary ordinary يعني شيء عادي او طبيعي يعني بقول انا سوف اعمل ايه في احداث او وقائع هذه الرواية طبعا هو بقول انا عايز اعلخص يعني هو عايز يلخص احداث هذه الرواية هي بيلخص يعني سامرايز طبعا كلمة آآ ريزمي دي يعني يزعم او معناها يعني سيرة ذاتية آآ يعني 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 شرح طبعا من فاش نقول لان كلمة بيجي بعديها فعل في المصدر يعني كي يلخص يعني احداث الايه الرواية بقول العجلة بتاعتي مختلفة تماما عن بتاعتك عايز اقول كده يعني طب كلمة different ييجي معا حرف الجر ايه يجي معا كلمة from different from لاركد الشباب ممكن different to برضو يعني جاب لي to صح from صح يبقى different to او different from مختلف عن نمبر فايف بقولوا ما تشتتش الطلاب يعني بقول قدم لهم نقطة واحدة بس في كل مر ما تقولش معلومات كتير يعني يشتت اه بتسوي كلمة ايه يعني يسترخي او يستريح طبعا هي بتسوي كلمة يعني لغبط اذا يشتت يلغبط اللي اتنين يعتبروا مرادف او قربين في المعنى من بعض بقول انا اعمل اعمالي المراجعة بتاعتي بقول انا اعمل اعمالي المراجعة طب يركز على ايه يعني فوكس فوكس ومع حرف الجر ايه اون شان ممكن يجب له حرف الجر في الامتحان اون ولا اين ولا ات ايبه فوكس يعني اهم النقاط المترس بتاعنا فعلا يعني متعاون وبساعدنا يعني عادة يعني عادة بيشجعنا يعني عادة بيشجعنا يعني بيشجعنا لكي نحقق المزيد من التقدم والنجاح يبه يعني بيشجعنا عشان نحقق مزيدا من النجاح والتقدم بقول احنا عادة يعني بنحصل على ايه الاخبار على ان طبعا بيقول الاخبار او الاحداث الجارية يعني اخبار الجارية او الاحداث الجارية او الحالية اللي بتحصل الايام دي يعني طب كلمة جاري او حالي يعني يعني بس اللي هي اللي هي اللي هي لا تنا اللي كل انا لكن كلمة كارنت القول دي معناها صف من العينة او الزبيب قادم مزيف فبقول احنا عادة منحصوا على المعلومات الجارية او الاحداث الجارية من العنت. يبقى كارنتين معناه الجاري او الحالي. can you solve your problem? بقولوا انت ممكن تحل مشاكلك بنفسك. يبقى your problem on your own. اللي هي letter c. on your own يعني by yourself. يعني بنفسك. لوحدك يعني. محدش يساعد. لكن كمة of your own معناها ملكك. طبعا مش تنفع كمعنا هنا. only يعني فقط. يعني يشعر بالوحدة. يعني بمفردك او لوحدك. بدون مساعدة يعنش. with out help. all of you must cooperate. بور كلكم لازم تتعاونم to. لكي this urgent task. هذه المهمة العاجلة. طبعا to carry out. عشان تنفزهم. carry out this urgent task. يعني كي تنفزهم او تقومهم بهذه المهمة العاجلة. وكلمة urgent. urgent يعني عاجل او ملح. يبقى كلمة carry out. معناها ايه؟ معناها do. معناها ينفز. I'm living with my friends. ويانا عايش مع اصدقائي. but it's. ولكن it's. I won't be there for long. ولكن الامر ده يعني بصفة دائمة ولا بصفة مؤقتة. but it's temporary. كلمة temporary يعني بصفة مؤقتة. I won't be there. انا لن اكون هناك فور لونج. يعني لفترة طويلة. لذي حاجة مؤقتة بس. number 12. young men can solve the problem they face in their daily lives. بولئ الشباب ممكن يحلوا المشكلاتهم. اللي هما باجهوها in their daily lives في حياتهم اليومية. طبعا انهم شباب طبعا الشباب اللي هما يمكن اللي يعتمد على نفسهم او مستقلين. طيب كلمة مستقل او يمكن اللي يعتمد على نفسه يعني ايه? يعني independent. ليا letter a. احفظ الكلمة دي كويس. كلمة independent بمعنى مستقل او يمكن ان يعتمد على نفسه. بقول ايه المرأة العجوزة دي. شعرت بعد وفاة زوجها. طيب ايه? طبعا شعرت بالوحدة. شعرت بالوحدة او بالحزن. بعد وفاة يعني وفاة زوجها. بكلمة يعني يشعر بالوحدة. طبعا يعني فقط يعني بمفرده وان يعني واحد. لكن يعني يعني يشعر بالوحدة. وعايز المعنى ده هنا. كتير من الناس بيعتقدوا ان هو مفتاح النجاح. بيعتقدوا ان ايه بقى هو مفتاح النجاح ان يعني العزيمة والتصميم. يبقى معنى العزيمة والتصميم دي مفتاح للايه? للنجاح. عاطف بقول له من هو اول شخص? انه يستكشف الصين يعني. قال له اعتقده ان هو ماركو بولو. يبذفر اكسبلور. اكسبلور تشاينا. ما يخلي من ان كلمة يعني يصنع يعني يخترع. اخترع حاجة ما كانتش موجودة اصلا. اكسبلور معناها يستكشف مكان. يعني يشوف المعالم اللي فيه من انهار وبحار وجبال وغابات. فكمة اكسبلور معناها يستكشف الاماكن. لكن كلمة يعني يخلق او يصنع. هنا بقول من اول شخص استكشف الشاينا. يبقى انقول ماركو بولو. يبقى كلمة اكسبلور يعني يستكشف مكان. بالوالدتي عتأخذ. او عتجيب يعني اخت الصغيرة من المدرسة النهاردة. وانا اخدنا ان كلمة ابي دي معناها يلتقط او يحضر شخص من مكان لمكان. عايجيب بعدها يبقى يعني اتجيبها او تحضرها من المدرسة. بقول هزا الخائن هو عايز اقول كده هزا الخائن في النهاية تم الكبض عليه واعطي عقابا شديدا كلمة يعني شديد. يبقى الخائن يعني الخائن يا شباب يعني يبقى ذات يعني هذا الخائن. طبعا كلمة للمتعاون للمستقبل المؤمن او المصدق. لا يعني الخائن. بولي لهم الرجل الحكيم. يعني الرجل دا عاوزونه عنده خبرة كبيرة يعني حاجة مكسفة او كبيرة في الحياة. يبقى يعني خبرة بالحياة كبيرة. وكلمة وايز احفظ الكلمة دي بمعنى حكيم. رامي ماي يبقى الرامي دا ربما سبيس. تو ادجاست تو لايف ادجاست يعني يتأقلم. يعني هو ممكن يعمله عشان يتأقلم مع الحياة في باريس. بكوز it's his first time away from whom. يعني اول مرة يبعد فيها عن هوم يعني وطنه. يبقى رامي ماي ستراجل. ستراجل يعني ربما يناضل او يعاني. يعاني عشان ايه يتأقلم مع الحياة فيين بباريس. يبقى كلمة ستراجل معنى يناضل او يعاني. بقول المدرس بتاعي عادة يعني بيزهر. بيزهر ايه? عشان يشجعنا يحفزنا. يعني يشجع او يحفز. لكي نحقق المزيد من النجاح. يبقى يعني يزهر تشجيعا كبيرا. يبقى يعني تشجيعا كبيرا. during the competition. أثناء المسابقة. each بقول كل ايه? has to answer questions. يعني عاودي اقول كل متسابق. عاودي كلمة المتسابق هنا. لازم يجاوب على الأسئلة. في مواضيع يعني متنوعة. يبقى كلمة contest يعني مسابقة. فكلمة contest اللي هو المتسابق المشارك في ايه? في مسابقة. يعني كل المتسابق لازم يجاوب على أسئلة من مواضيع مختلفة. الشاب او المؤلف او الكاتب الصغير ده في السن. وجد انه من الصعوبة. طبعا هو عايز يقول ان الشاب ده وجد من الصعوبة ان هو ينشر. ينشر الاول رواية بالنسبة له. يعني اول رواية. طب كلمة يعني ايه? طبعا كلمة هنا عندنا كلمة يعني ينشر. يعني ينشر. طيب وكلمة برضو يعني ينشر. وكلمة معناها يعم او يسود. بس اللي تتكلم بقى عن كلمة دي معناها ينشر او ينتشر. يقول لك مسلا المعلومات الكاذبة دي انتشرت الاشعاعات انتشرت النار مسلا انتشرت في محكام ما. يبقى دي لها معانة تانية. مش ينشر كتاب دي. طيب كلمة وكلمة اللي اتنين بيجوا مع الكتب. بس نخلي بالنا ان لكلمة دي ما بيجيش بعدها مفعول. يعني من فاش اقول لا ممكن نقول يعني الكلمة دي لا يأتي بعدها ايه? مفعول. وبالتالي اصلا كلمة ما بيجيش في المبني المكهول. يعني محطش قبلها ولا لا untuk Short ولا 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 ما ينفعش هجيبها في المبني الايه? للمكهول. وبالتالي ما ينفعش اجيب بعدها المفعول. يبقى يحفز كده ان الكلمة دي ما بيجيش في المبني المكهول ولا بيجي بعدها مفعول. طبا مسر هو هنا جيب لي مفعول. جيب لي. ما نختار كلمة بابلش. يعني باب Witwe معنا ينشر كتب او رويات او مجلات. ما نختار هنا ايه باب مش؟ دي بيجيش في مبني المكهول ولا بيجي بعدها ايه? مفعول. طب في عمي فين عندنا مفعول? يبقى نقول. طب فيجونا مبني المكهول يبقى نقول السؤال اللي بعد كده. المتسابق ده او المنافس? جي من المنافسة يعني المنافس ده. يعني كان ايه? يعني هو كان متأكد ان هو عيفوز في السباك. يعني هو كان واسك من نفسه. يبقى هذا المتسابق كان يعني واسك من نفسه جدا. طبعا كيمة يعني متردد يعني خائف يعني مشتت لا هو بقول لي ان المتسابق ده كونفيدنت ليه? هو متأكد. هو متأكد انه عيفوز في هذا السباك. ونخلي مننا من كلمة سيقول لي ولا ولا لا اسمها يعني يعني يفوز في السباك. الرجل ده كان رواقي يعني بيكتب روايات عظيمة. هو كان حقا او فعلا طبعا عايزين نقول اه راجل مبدع يعني مبدع يعني عنده خيال وابداع. يبقى يعني ذو خيال واسع وذو ابداع. يبقى اللي جابة بمعنى يعني ذو خيال وذو ايه ابداع. الصائل بعد كده. بل مازا افعل لكي احسن جوب سكيلز يعني مهاراتي الوظيفية. امبروف از اوبزت امينينج تو بيقولي ان كلمة امبروف دي يعني يفسد. كلمة سبويل. معنى شبب ايه يفسد. يبقى اللي جابة ايه. طبعا موف يعني يعني يحرك. ادفانس. يطور. ليف يغادر. طبعا ما يعني متنفعش. بول من الصعبة انك تحصل على معلومات محددة ودقيق. بريسايز يعني محدد او دقيق. يعني المشروع الجديد ده. بقول لي في كلمة هنا تعتبر مرادف لكلمة ايه؟ بريسايز. احنا قلنا بريسايز يعني محدد او دقيق. طيب بتسوي كلمة برضو كلمة يعني محدد او ايه؟ او دقيق. بقول احنا ما ينفعش ان احنا اندينجر. اندينجر يعني نعرض البيئة بتاعتنا للخطر. اندينجر او 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 او. بقول الطائرات يعتقد انها. ار بليف يعني يعني يعتقد انها. بقول يعتقد ان هي بتسبب تلوس اكتر من الايه؟ من الكطارات. طيب يسبب يعني يعني كوز ولا افويد. افويد يعني يتجنب كوز يعني يسبب يعني يقلل ولا ايه? لأ طبعا اللي جابعة تكون كوز. كوز ما جاء مع كلمة يا شباب. جاء هنا مع كلمة يعني التلوس. بيسبب تلوس يعني. يعني هنا بيقول ان الاطباء عادة يعني بيلحظهم او بيرقبهم تقدم المريض مع الادوية الجديدة. طب كيمة يلاحظ يعني او يراكب يعني طبعا كيمة الاولى يعني يستحق ترجم يعني يحفظ شيء او يحفظ على شيء يعني يغير او يبدل. يبقى كيمة بمعنى ايه? بمعنى يراكب او يلاحظ هنا. السؤال بعد كده بيقول ممارسة الرياضة تعتبر طبعا ايه? كيمة يعني اهام وذو مغزى. حاجة اهامة زيادة اهمية كبيرة. يبقى الممارسة الرياضة دي تعتبر يعني مهمة جدا جدا. للصحة الجيدة. ايه كيمة ترجمها بمعنى هام او ذو مغزى او ذو معنى او شيء مهم جدا. بقول ايه التدخيل له ايه? طبعا عادي نقول ايه? يعني تأثير سيء جدا على الصحة. تأثير يعني يعني واخدنا كلمة كمان اسمها اللي يبقى بمعنى برضو تأثير. يبقى يقول او طبعا بيقول الموقف المالي يعني مالي الحالي بالنسبة للشركة دي يعني سيء جدا. كيمة اللي هي الموجود والي الموقف الموجود او الحالة المالية الموجودة في الشركة دلوقتي سيء. كلمة بتساوي كلمة ايه? طبعا بتساوي كلمة كلمة يعني برضو موجود او حالي يعني. يبقى كلمة هنا بتساوي كلمة معنى موجود. يبقى معنى هنا هي موجود. طبعا مش معناها هداية يعنش. بقول المصنع ده هو عايزه قول كده بيزود الشركات يعني الشركات بقطع العربيات اليابانية. طب يزود يعني يعني بروفايدز للايتر بي. نركز في كلمة دي لانها كلمة مهمة جدا كلمة بروفايدز. طيب ولاحز ان كلمة بروفايدز كانت مع حرف الجر ايه? بروفايدز يعني بيزود الشركات بي. بقطع طبعا اه السيارات الخاصة اللي هي اليابانية يعنش. الملابس لها الكاجول. يعني ليست مناسبة. يعني مناسبة. لوظيفة لواحد شغال في البنك. بيقول لي ان كلمة اللي هي معناها مناسب دي. عكس كلمة ايه? طبعا عكسها يعني غير مناسب. ما احنا عندنا يعني مناسب و يعني غير مناسب. فكلمة مناسب. وعكسها والمعظم الفنادي اللي هي خمس نجوم. فيها ايه? حاجة مميزة كده. لمساعية الناس. يبقى فيها مرافق وتسهيلات معينة. او مخصصة. يبقى كلمة يعني مرافق او تسهيلات. الاجابة لتر سي. هناك مجموعة من الخطط. طبعا هنا عاوز اقول في خطط لتوسعة. يعني ترجمها الطريق الدائري. اللي هو في القاهرة يعني. الطريق الدائري. طبعا لتحسين حركة المرور حول القاهرة. طيب توسيع يعني. فور ذا اكسبانشن. اللي هي ليتر دي. اكسبانشن. يعني التوسيع. يبقى هناك. اه بلانس خطط لتوسعة الطريق الدائري. لتحسين. اه حركة المرور في القاهرة. يعني يبقى كلمة اكسبانشن. يعني تمديد او توسعة. طبعا نبوله هل تعتقد ان احنا هيكون عندنا يعني خط سكة حديد او شبكة. سكة حديد. يعني سريعة جدا. طيب. الخط السكة حديد اسمه. ليتر اي. يبقى نقول كده. يعني شبكة سكة حديدية. يعني سريعة جدا. يجبت يعني في كل انحاء مصر. ويشود اول يوز. بقول احنا كنين لازم نستخدم. في المدن المزدحمة. كلمة يعني نقلل التلوث. طبعا لازم نستخدم المواصلات العامة. يبقى بنسميها public transport. يبقى نقول كده. public transport يعني وسائل المواصلات العامة. طبعا ما نقول شيء general. لان كلمة general دي بتيجي في معاني معينة. زينا نقول general idea. الفكرة العامة. لكن هنا مع كلمة transport نقول public transport يعني وسائل النقل ايه العامة. I hope that the prices of electric cars will fall. يعني بقول انا امل ان اسعار العربات اللي هي بالكهرابة دي. will fall يعني ينزل شوية. so that. لكي everyone can. لكي يستطيع الجميع. one. طبعا can afford one. afford يعني يستطيع ان يتحملوا النفقات. كلمة afford بمعنى بمعنى يتحمل الايه النفقات. يبقى الاجابة letter b. the success رامي had achieved. يعني النجاح اللي حققه رامي ده. achieved يعني حقق. in his work في شغله was كان. so he was promoted. وعشان كده هو ترقى. يبقى was satisfactory. يعني كان نجاحا مرضيا. او انجاز مرضي. يبقى بقول لي النجاح اللي حققه. الرامي ده. in his work for sure. was satisfactory. يعني كان مرضي. so he was promoted. عشان كده هو تم ترقيته. نخلقوا من كلمة اه satisfied. كلمة satisfied دي وكننا نتكلم عن شخص نقول هو راضي. يبقى ايه مسلا satisfied. انا راضي. لكن بيقول ان الشغل ده. او النجاح اللي هو عامل وفي شغله كان مرضي. مرضي للجميع. مرضي مسلا لرئيسه. يبقى مرضي يعني يعني satisfied. لكن satisfied يعني راضي. بيقول لي التلوز ده عاوز اقول قضية عالمية. global يعني عالمية. which is discussed. الذي يتم نقشتها. in international conferences. في المؤتمرات الدولية. يبقى global issue. issue او ممكن نقول issue. اللي اتنين صح يعني. يبقى global issue يعني قضية عالمية. we asked our friend عادل to speak. بول احنا سألنا او طلبنا من صديقنا العادل ان هو to speak ان هو يتحدث. نحفظ الكلمة دي كويس لانها مهمة جدا جدا. on behalf of. يعني بالنيابة عن. نحفظ الكلمة دي كويس لانها مهمة جدا. السؤال اللي البعد كده شباب. keep away from this very high. بقول له ابتعد عن هذا. very high or you will fall. وإلا ستسقط. بقول له ابتعد عن هذا ايه هذا المنحدر الصخر. وإلا ستسقط. fall يعني يسقط. طب منحضر الصخر يعني cliff. طبعا كرافت يعني حرفة. cave يعني كهف. will يعني جيدا او معناها بقر. لا هو بقول له هنا. keep away from very high cliff. يعني المنحدر الصخر العالي جدا. حاجة عالية. وإلا ستقى. يبقى كلف معناها منحضر الصخر. our brief army. بقول الجيش بتاعنا الشجاع. our brief army. revenge on those who had attacked our soldiers in Sinai. هو عايز اقول ان الجيش بتاعنا الشجاع ده اخذ بالثقر او انتقم من اولئك الذين هاجموا الجنود فين? في سيناي في سيناي يعني. طيب يأخذ بالثقر او ينتقم يعني يعني took revenge on. احفظ الكلمة دي او المصطلح ده. took ومعها revenge on. ولا ان ولا اين ولا ات? لا. took revenge on. يعني يثقر او ينتقم من شخص. although عاطف was tired. على الرغم ان عاطف ده وسترد يعني كان متعب. تعبان. i could. انا استطعت him to come to the club with us. بقول انا استطعت اقنعه. عايز اقول كده. اقنعه ان هو ايه? ييجي مع معنا? للنادي. طيب يقنع يعني? يعني persuade. persuade him to come to the club with us. واركز ان كلمة persuade دي معاها ايه? معاها طول مصدر. قبلي to come. طبعا مسلا لو حطي لي come بس كنا اخدنا كلمة make. ركز. كلمة make بعدها مصدر فقط. لكن كلمة persuade ايجي بعدها طول مصدر. يبقى احنا استطعتنا ان نقنعه ان يأتي معنا للنادي. يبقى persuade him to come. sorry for. بقول له انا آسف لإيه? you. but i don't know how to deal with this difficult situation. ولكن بقول له انا مش عارف ايضنطل مش عارف ازاي اتعامل مع هذا الموقف الصعب. difficult situation يعني موقف صعب. يبقى sorry for interrupting you. ركز على الكلمة دي for interrupting you. بقول له انا آسف لانا بقطعك في الكلام. يبقى كلمة interrupt يعني يقاطع شخص فين في الكلام. first i skimmed the passage quickly. بقول انا بصيت على الكطعة. بسرعة كده. to get a idea. بقول انا بصيت بسرعة على الكطعة عشان اعرف الفكرة العامة. then بعد كده i read it. i read again. قراءتها تاني. to get the full details. عشان اشوف التفاصيل الكاملة فيها. يبقى quickly to get a general idea. بركز على كلمة general دي بتيجي مع كلمة idea. يعني الفكرة العامة. او عن اقول public idea لا. نقول ايه? general idea. idea. يعني الفكرة العامة. a space is a real way in which. يعني خط سكة حديد اللي فيه. the track consists of. يعني الكطبان. track يعني الكطبان بيتكون من a single real. a single real. يعني خط واحد. طبعا ده بنسميه mono mono real. يعني احادي. خط ايه? احادي. لان كلمة mono قلنا ان معناها ايه? معناها one فقط. يبقى mono rail يعني وحادي. خط وحادي. سواء كان للمترو او كان للكطار يعني. انو عليه ايه? monorail. the increase يعني الزيادة. space population. population يعني على دي السكان in Egypt في مصر. هندرز. كلمة هندرز دي كلمة مهمة بمعنى يعوق. development plans. يعني خطط التنمية والتطوير. طبعا هو عزل الزيادة في السكان او في عدد السكان. يبقى the increase or the increase in. يعني اكتب معا كلمة in. in population. يعني في عدد السكان. لان البنزين. اه سوف ينتهي او ينفذ من العالم يعني انذا يفيش في المستقبل. او يعني البنزين او النفط عمتا يعني. النفط ده سينتهي في يوم من الايام في المستقبل. we should look for. لازم نبحث عن sources of energy. طبعا بقول لازم نبحث عن مصادر بديلة للطاقة. طيب بديلة يعني. يعني alternative. لليلتر c. alternative sources of energy. يعني مصادر بديلة للطاقة. كمة بديل يعني alternative. the dangerous gases that cars. بقول. الغازات اللي هي الخطيرة that cars. اللي السيارات. are bad for the environment. طبعا بيقول. الغازات الخطيرة اللي بتطلقها او بتطلحها لايه. السيارات اللي تعتبر bad for. bad for يعني سيئة جدا. for the environment. للبيئة. او خطيرة على البيئة. يبقى that car. produce. يعني اللي بتنتكها او بتطلحها السيارات. يبقى produce. 28. really. بقول حقا. i'm so. بقول انا. so. جدا. يعني متسويانة جدا. space. for your all help. او for all your help. لكل مساعدتك دي. lots of thanks. بقول انا بشكرك كتير يعني. يبقى i'm so grateful. بقول انا ممتن. انا ممتن. انا ممتن جدا. for all your help. for all your help. لكل هذه المساعدة. يبقى كلمة grateful يعني ممتن او شاكر. ماس ميديا شود سبريد. بقول ماس ميديا شود سبريد. انه وسائل يا لامدي لازم تنشر. تنشر. يبقى awareness to solve the problem that fits our societies. طبعا هي تنشر الواعي العام. كلمة awareness يعني الواعي. طب العام يعني. يعني public. يبقى public. اوورنس. ما نقولش هنا يا جينرال. مينفعش جينرال كمعنى. يبقى نخلي باني نكمة public دي مع كلمات. والجينرال مع كلمات. خدنا جينرال بقى كده ايديا. لكن قلنا public transport. وسائل النقل العامة. public awareness. يعني. الوعي العام. يبقى وسائل الاندي لازم تنشر الوعي العام. عشان تحل المشكلات. او المشكلات اللي بتواجه ايه? المجتمع بتاعنا. يبقى. المناطق الريفية. رورال يعني ريفي. يعني معظم العائلة. يعني معظم العائلة. يعني اعضاء منتجين. يعني ناس بسلا شغالين في الزراعة. اه ناس شغالين مسلا في التجارة. في الاشياء دي كلها هبقول ان معظم في المناطق الريفية معظم العائلات الاعضاء بتاعها بقوا منتجين. كلمة منتج يعني يعني اعضاء منتجين. طبعا يعني انتاج. يعني احنا عايزين هنا صفة. صفة الكلمة ايه? يعني الاعضاء المنتجين او اعطاء منتجين يعني نقول. الصفة. او ان و 생각을 بقول يا جنب. ان احنا نستخدم فرندلي يعني عاوز يقول مواد صديقة للبيئة. طبعا اخدنا على بعضها كده. فرندلي ماتيريالز. استعمال كده احفظها كده يعني اا مواد خام يعني صديقة البيئة. لما يكون منعمل العاب مسلا. الاطفال الصغار. ايبا جيابة. بقول هل تعتقد ان احنا سوف وقول له عاوز يقول له كده هل تعتقد ان احنا سنتوقف عن سواء العربيات العادية بتاعتنا كلمة يعني حاجة عادية يعني. في المستقبل. ركز على الكلمة دي. نقلل التلوث. كلمة listen دي بتسوي كلمة reduce او decrease. بمعنى يقلل. يبقى do you think that we will give up. كلمة give up يعني stop. يعني نتوقف. يبقى give me up معناها يتوقف. ونخلي من كلمة listen دي معنى يقلل البلوشان يعني التلوث. السواء اللي بعد كده شباب. the goal space of the factory. to import high tech machines. هو عاوز يقول الناس اللي شغالين في المصنع دول. ريتشد وصلهم الاتفاق. انهما import يعني يستوردهم high tech machines. يعني آلات ذات التكنولوجيا عالية. high tech يعني التكنولوجيا عالية. instead of old ones. او the old ones. بدلا من الكادمة اللي عندهم. طيب. الناس اللي شيغالين في مصنع او في مدرسة او في شركة. ننطق عليهم ايه. stuff. يا little d stuff. يعني stuff في العمل في المصنع. يعني. لكن كلمة crew معناها طاقة من الصفينة. الناس اللي شغالين في سفينة او في طيارة. يبقى نخ competنا شبابة بتكلم هنا عن. stuff فين في المصنع او في مدرسة او في شركة. نقوم عليهم ايه study. يعني فريق العمل او stuff في العمل او العمال اللي فين في المصنع. طبعا بيقول هنا احنا عايزين نوع من الكاميرا نوع معين كبير من الكاميرا لهذا المهرجان حول الاحتفال المهم. ولان كلمة دي يمكن اسبالها بكلمة ايه? يعني شيء معين او شيء محدد فبتسوي كلمة كلمة يعني معين او محدد. really we need to بول احنا حقا محتاجين to carry out this difficult task on time. طبعا بول احنا محتاجين يعني to نناضل او يعني نجاهد نفسنا عشان نخلص carry out ننفذ هذه المهمة الصعبة في الوقت المحدد. يبقى need to struggle. struggle يعني يناضل او يعافر او يعاني يعني. و احنا سنعاني او يعني محتاجين نضال وساعي عشان ننفذ هذه المهمة الصعبة. ونخلصنا من كلمة carry out بمعنى ينفذ. I think the increase in temperature. بول اعتقد ان increase is ziada في درجة الحرارة is temporary. كلمة temporary يعني مؤقتة. temporary here is opposite in meaning to. بول ان كلمة temporary تعتبر عكس الكلمة ايه. احنا قلنا ان كلمة temporary يعني شيء مؤقت. فعكسها permanent يعني شيء دائم ومستمر. permanent يعني دائم ومستمر. a good teacher should never teach more than one point at a time. so as not to space his or here students. بلء المدرس مفروض ما يشرحشي. more than one point. يعني نقطة واحدة في الوقت الواحد. so as not to. لكي لا. ليه? لكي لا يشتت. تلاميذه. عايز اقول كده يشتت يعني distract. يبقى so as not to distract his or here students. يعني طلابه او طلابها سواء كان مدرسة او مدرس يعني. يبقى استفاكت معنى يشتت. I don't think the movie was amazing. بلء لا اعتقد ان الفيلم دا كان amazing. كان رائع. it was really انه. I don't think. لا اعتقد انه يعني عادي. يعني عادي. مش رائع ولا جميل جدا يعني. يبقى بقول I don't think. لا اعتقد انه هو رائع يبقى هو كان ايه فعلا ordinary يعني عادي. شيء عادي يعني. my uncle is ambitious. بقول عم دا طموح. عنده طموح يعني. ambitious يعني طموح. he always tries to to. هو دايما بيحاول ان. his business. بيحاول يعمل في الشغل بتاعه. expand. بيوسع الشغل بتاعه. tries to expand his business. يعني بيحاول ان يوسع من عمله او شغله. this story isn't imaginary. بقول القصة دي ليست خيالية. it's انها طبعا نقول انها ايه انها حقيقية. يبقى it's real. طبعا عمل نقط في الاول كده وحطيت لكومة. وبقول يعني انجازات الطلاب. has greatly improved. تحسنت بشكل كبير. هو عايز يقول عموما يعني او في العموم يبقى نقول all in all اللي احنا خدناها قبل كده. مستوى الاول يعني عموما قد تحسن مستوى الايه الطلاب او انجازاتهم يعني. there are more you can to shopping online. it could be harmful as well as useful. يعني ممكن يكون الشوبنج ده حرمفول ضار وممكن يكون يوسفول يعني مفيد. يعني لهم مزايا وعيوب. هو عايز يقول كده يعني. يبقى are pros and cons. يعني مزايا وعيوب. we have to space a lot of things for my sister's wedding party. بقول احنا have to يعني مضطرين او ضروري ان احنا ننظم الكاسيمة الاشياء. هو عايز ينظم الكاسيمة الاشياء لحفل زفاف اختي. يبقى ينظم يعني organize. يبقى we have to organize a lot of things. الكاسيمة الاشياء for my sister's wedding party. يعني لحفل زفاف اختي. there are a lot of. بقول يوجد الكثير من ايه? of wild animals. الحيوانات اللي هي البرية. in the forest in the south of the sudan. يعني في اه السودان يعني. يبقى there are a lot of species. او ممكن نقول species اللي بننصح. يعني لو قلنا species او species. صح. ليها فصائل او انواع الحيوانات والنباتات المختلفة. يبقى يوجد الايه الكثير من فصائل ايه الحيوانات البرية. يبقى wild animals. يعني راحات البرية. يبقى species او species. وركز اللي اخرها i es. عشان نفتكرها. معنى فصائل الحيوانات والنباتات. it's the responsibility of the police. بل انها مسئولية البوليس. to and peace and security. انه طبعا يحفظ او يحافظ على السلام والامان. بس يعني السلام. security and aman. everywhere inside the country. في كل مكان داخل الدولة. طب يحافظ يعني preserve. الي letter b. preserve peace and security. يعني يحافظ على السلام والامان. وانا عندي اخبار كويسة. my sister has one. اختي فازت باي. at the university of california. في جامعة. او في جامعة جامعة california. يبقى one a scholarship. فازت بمنحة دراسية. يعني اتروح تدريس على حساب الجامعة هناك. ونخلينا لكمة scholarship. نخلي بالنا. بيجي معاها one. one. يعني تفوز بمنحة دراسية. i'm happy to get such a or an job. بقول انا سعيد ان انا يعني خدت الوظيفة دي. هذه الوظيفة المربحة المجزية فيها فلوس يعني. in the new administrative capital. في العاصمة الادارية الجديدة. طب كلمة مربح او مجزي او فيه اموال كويسة يعني. وظيفة مجزية يعني فيها اموال كويسة. i usually try to learn about the culture of our. بقول انا عادة بحاول اتعلم عن الثقافة. the culture of our community. مجتمع المحلي بتاعنا. بتعلم ثقافة المجتمع المحلي. المجتمع المحلي يعني. المجتمع المحلي المجتمع المحلي تدريس للطلاب وظيفة تتطلب كمسة المحلي تراجع الكلمة يستطيع تبنيها من خلال كثير من المدرسين المدرس يجب تفهير مجتمع الكلمة مجتمع أجمع كلمة المغنية دي بتسوي كمية صعبة يعني وظيفة صعبة وبتحتاج مهارات كثيرة يبقى تنويع النباتات والحيوانات في مكان معين منسميه طبعا دي منسميه التنوع البيولوجي او التنوع البيئي يبقى التنوع البيولوجي او التنوع الخاص بالنباتات والحيوانات يعني الصيد غير القانوني اللي يعني غير شارع او غير قانوني يعني بيهدد بقاء فصائل مختلفة من الحيوانات البقاء على قيد الحياة يبقى كلمة يعني البقاء على قيد الحياة بيهدد بقاء هذه الحيوانات على قيد الحياة يبقى كلمة يعني البقاء احياء او البقاء على قيد الحياة قولي القفل الصرار ده مش هينفى هشوف الاسد ده تاني ده طبعا مصطلح مهم جدا زكر في الكصة يعني ينتابه حالة من الرعب طبعا الترجمة الحرفية ان دمه سائع لا او بيجري سائع لا مش معناك كده المصطلح معناه ايه ينتابه حالة من الرعب يعني بيشعب الرعب الشديد this means that he is الكلام ده معناه ان هو ايه ان هو scared scared يعني خائف جدا او مرعوب جدا يعني يحفظ his blood runs cold his blood runs cold يعني ينتابه حالة من الرعب او الخوف i'm sure it's a or an present i appreciate it very much بل انا متأكد ان ده ايه الهدية ده ايه وبوصف الهدية present يعني هدية هنا i appreciate it very much انا بقدرها انني اقدر ذلك جدا يعني يبقى it's a valuable present يعني هدية قيمة ترجم كلمة valuable يعني قيم يبقى valuable present يعني هدية قيمة local companies have put a or an يعني الشركات المحلية وضعت وضعت ايه بقى on how many people كم عدد الناس can dive ان هما ممكن يغتصهم in one area to protect في منطقة معينة to protect لكي يحمم coral reefs الشعب المرجانية طبعا الشركات المحلية وضعت حدا لعدد الناس اللي ممكن يغتصهم في منطقة معينة طب حد يعني limit يبقى put a limit put a limit put a limit on how many people كم عدد الناس اللي ممكن يغتصوا في المنطقة دي او منطقة معينة it's forbidden for hotel companies انه ممنوع او محرم بالنسبة لشركات hotel companies الشركات اللي هي خاصة بالفنادي to important buildings to build hotels instead طبعا بقول يعني انه ممنوع بالنسبة لشركات الفنادق انه هي to zeal المباني المهمة important buildings يعني مباني المهمة to build hotels عشان يبنوا فنادق instead بدلا منها يبقى to remove كيمة remove معناه يزيل يبقى remove معناها يزيل important buildings يعني المباني الهمة the nearby park يعني بقولي الحديقة المجاورة منها has a lot of leisure يعني فيها leisure a which are used by most children التي تستخدم من قبل كثير من او معظم الاطفال يبقى عليها leisure facilities يعني تسهيلات او مرافق ترفيهية تسهيلات ترفيهية leisure يعني ترفيهية او ترفيه ويهي كلمة facilities يعني مرافق او تسهيلات يبقى مرافق ترفيهية يبقى نقول كده على بعضها leisure facilities بيقول لي الشعب المرجنيدي بتتكون طبعا نقول made from تتكون من او مصنوعة من ملايين من small sea animals الحيوانات البحرية الصغيرة جدا very small يعني الصغيرة جدا يبقى نقول هنا made from يعني مكونة من ملايين الحيوانات البحرية الصغيرة space warming is a serious issue هي قضية خطيرة that must be الذي يجب handled ان يتعامل معها on a large scale يتعامل معها على نطاق واسح كلمة on a large scale على نطاق واسع all over the world في كل انحاء العالم يبقى اسمها global warming يعني الاحتباس الحلالي global warming boats can والكهارب تستطيع the coral reefs اني هتعمليه في الشعب المرجانية coral reefs يعني الشعب المرجانية and upload that important place وتلوث هذا المكان المهم طبعا الكواليد ممكن تحطم او تدمر الشعب المرجانية يدمر يعني damage the letter c damage the coral reefs يعني تحطم او تدمر a الشعب المرجانية there are a lot of different activities بولوا انت مش هتشعر بالملل كلمة get bored يعني يشعر بالملل هناك الكسير من different activities على انشطة المختلفة two in the summer resort اللي انت ممكن تعملها يعني هو زيولو كده تعملها في المصيف او المنتجع الصيفي ده يبقى two do little d يبقى كلمة activity اصلا او كلمة activities او كلمة sport او كلمة work يجي معها حرف جر او يجي معها كلمة ايه او الفعل do عندنا do work do a job do a task يعني يكون مهمة بس وهنا بقوله activities to do ديبها بعديها يعني هي هي يعني انشطة عندكم بها these participants يعني هؤلاء المشاركين are mainly بشكل اساسي they aren't paid هم اصلا ما بندفع لهم شي فلوس aren't paid لا يدفع لهم اموال يبقى are mainly volunteers the letter b volunteers يعني متطوعين did you know that a lot of significant psychological benefits بقول هل تعلم ان كثير من الفوائد النفسية الهامة benefits يعني فوائد could from volunteering could ايه طبعا بقوله ممكن تجنة يعني او تنشأ من التطوع يبقى arise from ركز قوي على الجملة دي جملة مهمة جدا جدا اللي هي ايه اللي هي arise arise from arise from يقولك arise ولا raise ولا arose ولا arose لا اسمها arise from يبقى could يقول هل تعلم ان من الفوائد النفسية الهامة اللي ممكن تنشأ من او تجنة يعني من التطوع يبقى نقول arise from كلمة arise هنا معناها ينشأ من او يأتي من بقول انا وصديقي بقول اعاوز يقول احنا نظمنا كده فرق عشان نروح الشاطئ كل يوم ونشيل يعني يلتقط او يرفع حاجة مع الارض يشيل ايبقى الكلمة اللي هناك يبقى نظمنا يعني نظمنا فرق عشان نروح الشاطئ كل يوم يبقى الفعل organize that بمعنى ينظم regular physical activity يعني بقول النشاط اللي هو البدني المنتظم help us to control rate يعني بيساعدك انك تتحكم في وزنك activity is opposite in meaning to كلمة activity يعني عكس كلمة ايه activity يعني نشاط لكن عكسها laziness laziness يعني الكسل لا يبقى كلمة laziness هنا عكس كلمة activity the musicians performance يعني اداء الناس اللي هو الموسيقار ده الشخص الموسيقار was really amazing كان فعلا مدهش amazing is a synonym for فبقول لي كلمة amazing دي قريبة في المعنى من كلمة ايه طبعا كلمة amazing عتساوي كلمة astonishing يعني شيء رائع astonishing يبقى amazing amazing هنا تعتبر مرادف لكلمة astonishing وممكن نختار برضه شباب كلمة awesome awesome يعني شيء برضه جميل او رائع ولكن احنا عنعزف الكلمة دي عشان نختار اختيار واحد فقط يبقى نختار astonishing بتسوي كلمة amazing يعني رائع او مدهش canada is space colder than egypt in the winter نقول لي ان كندا دي يعني اكثر برودة بس بكتير من مصر في الشتاء اكثر برودة بكتير يعني احنا قلنا قبل المكرنة ممكن نحط كلمة ايه much طبعا نقول much much colder than يعني اكثر بردا بكثير من مصر فين في فصل الشتاء يبقى much colder much taller وهكذا يبقى احنا نحط much قبل الصفة اللي فيها اه more او الصفة اللي قبلها more او صفة فيها er طبعا نفعش نقول much more colder يعني لان اصلا كمية more دي بدل ال er فالصفة هنا فيها er فخلاص انا نقول ايه much colder, much taller, much shorter وهكذا I don't want you to expand the main idea مش عازك يعني توسع في الفكرة الرئيسية يعني I just want you to the main picture أنا عايزك فقط عايز قولك تلخص the main points النقاط الاساسية يعني don't expand يعني ما توسعش الدنيا يعني طبعا لغتس يعني summarize ليه letter b summarize the main points يعني النقاط تلخص النقاط الرئيسية unfortunately بولي اللي سوء الحظ I failed to بولي انا فشلت في ايه حاتم to change his mind and spend the weekend with us بولي الاسف انا فشلت ان انا اقنع ما هو عايز يقول كده يعني اقنع حاتم ده to change to change قلناها بلكده تو المصدر انه يغير رأيه يعني change his mind يعني يغير رأيه and spend the weekend with us وان يقضي الاجازة معنا طبعا كلمة يكنع يعني persuade اللي letter c persuade حاتم يعني يكنع حاتم انه ايه يغير رأيه يبقى كلمة برسونية بمعنى يكنع it's a serious issue بول انها قضية يعني او امر صعب او خطير the global temperature ان الاحتباس الحياري او الحرارة العالمية يعني continue to طبعا انها تستمر في الارتفاع continue to يعني بتستمر and to rise rise بمعنى ترتفع بتكلم هنا عن درجة الحرارة في العالم كله continue to rise يعني تزداد في الحرارة او في ارتفاع درجة الحرارة بسبب الاحتباس الحراري يبقى كلمة rise هنا بمعنى يرتفع it isn't easy to find a solution بول ليس سهلا ان احنا هنجد حل the problem للمشكلة دي of pollution everywhere لمشكلة التلوث في كل مكان طبعا كلمة solution طبعا حرف الجر يام for يام to يعني حل اللي اذا نختار letter d اللي هي a and c يبقى solution to all the books you need are available online بول كل الكتب اللي انت محتكها available يعني متاحة على النت available is similar in meaning to بولي كلمة available اللي معناها متاح قريبا في المعنى لكلمة ايه قريبا في المعنى لكلمة obtainable obtainable يعني يمكن الوصول اليه او متاح اذا كلمة available بتسوي كلمة obtainable burning petrol يعني حرق البترول او الوقود is not ليس for the environment اذا قول ليس جيدا للبيئة او ليس مفيدا للبيئة يبقى is not good good وبعناها كلمة for is not good for the environment ليس جيدا للبيئة we should work hard to improve the quality of our products بولي احنا لازم نشتغل بجد to improve جل نحسن the quality of our products يعني جودة المنتجات بتاعتنا improve can be replaced by بول كلمة improve دي ممكن تستبدل بكلمة ايه بكلمة promote ولا develop ولا spread طبعا احنا ممكن نختار promote و develop يعني الاجابة تكون letter d كلمة promote بمعنى يرقي و develop بمعنى يطور و كلمة improve بمعنى يحسن فكلوما عندونا نفس المعنى during my stay in London اثناء قمتي في لندن the family welcomed me warmly بول العائلة المضيفة عايز يقول كده العائلة المضيفة دي رحبت بي يعني افضل ترحيب يبقى the host family host family يعني العائلة اللي صدفته في لندن نخلونا طبعا ان كلمة gest دي يعني ضيف كلمة بقيدة معناها ضيف لكن كلمة host معنى يستضيف او لما نقول host family يعني العائلة المضيفة اللي بتستضيف حدا عندها يعنيش يشد بقوله انت لازم يكون عندك الكثير من ايه to achieve your goals in life عشان تحقق اهدافك في الحياة يبقى لطف determination يعني الكثير من العزيمة والتصميم يبقى لطف ايه determination طبعا كلمة indication الاولى يعني توضيح supposition يعني افتراض deterioration يعني تدهور وضمحلال وضياع deterioration يبقى كلمة determination اللي احنا اخترناه دي معناها تصميم وعزيمة there are plans to create the first public transport يعني بقول هناك خطط لصنع او تصميم the first public transport connection عنقول كده the first public transport connection يعني اول اتصال عام بوسائل المواصلات يعني public transport يعني وسائل المواصلات العامة connection يعني الاتصال from the new administrative capital يبقى ال connection ده الاتصال بتاعها يبقى من العاصمة الادارية to the greater area لمنطقة الكاهرة الكبرى يبقى كلمة connection هنا هيعمله اتصال في المواصلات العامة يعني يوصلهم العاصمة الادارية الجديدة بالكاهرة الكبرى يبقى كلمة connection هنا بمعنى اتصال بس اتصال عن طريق المواصلات يعني people who work in the desert يعني الناس اللي شغالين في الصحراء usually عادة to survive when there is a drought يعني بيقولي الناس دول to survive بيعملوا ايه اثناء العمل طبعا بيعانهم struggle to survive يعني بيعانهم وينظلم عشان يبقى على قيد لايه الحياة survive يعني يبقى على قيد الحياة when there is a drought لما يكون فيه a drought يعني جفاف كلمة drought معناها معناها جفاف our math teacher always gave us a lot of support and والمدرس العلم دايما بالدين الكثير من support يعني الدعم and we owe much to him إحنا مدينين له كلمة owe two معناها مدين له بالكثير يبقى support and encouragement encouragement اللي يليتر بي يعني الكثير من الدعم والمساندة والتشجيع encouragement يعني التشجيع could you tell me the name of that بلو ممكن تقول لي اسم prime minister of England يلو ممكن تقول لي اسم رئيس الوزراء الحالي في انجلترا طيب يبقى the current prime minister نختار كلمة current current يعني الحالي بلو ممكن تذكر اسم رئيس الوزراء الحالي في انجلترا يبقى كلمة الحالي يعني current after the accident بعد الحادثة the driver started to السائق ده بدأ ان اللي يحصل له terribly بشكل فضيع but fortunately ولكن الحسن الحظ he was rescued تم انقاذه rescued يعني تم انقاذه يبقى راجل ده بعد الحادثة بدأ ان ينزف ينزف يعني bleed bleed اللي هي little b لكن الكلمة الاولى lead يعني could breed يعني يتكاسر feed يعني يطعم هي bleed p-l-d-e-d bleed ينزف the space of the new monorail lion يعني هو عايز يقول تصميم وبناء وتشيد الخط الجديد والأحادثة حادثة will serve يقدم thousands of people آلاف الناس it will take passengers 52 km from the new administrative Cairo من العاصمة الادراجة الجديدة to east Cairo إلى شارك الكاهرة يبقى نقول the construction construction اللي هي little d the construction of the new monorail lion يعني بناء وتشييد الخط الأحادثة الجديدة لكن الكلمة اللي قابليها contradiction يعني تناقض طبعا دي ما تنفعش معنا والكلمة اللي قابليها destruction يعني دمار واللي قابليها deduction يعني استنتاج لا هي construction I'm over the moon بول أنا يعني over the moon هنا معناها سعيد جد 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 I have one or an to study at the university of Cambridge بول أنا فوست في إيه عشان أدرس في جامعة كيمبريج يبقى هو فاز بمنح الدراسية إذا ما قلنا قبل كده يبقى scholarship one and or a scholarship to study at the university of Cambridge في جامعة كيمبريج a lot of local communities الكثير من المجتمعات المحلية بيقول هنا الكثير من المجتمعات المحلية are keen on the keen on يعني مهتمين بإيه the of forest resources طبعا هم مهتمين بالحفاظ على المصادر لمصادر الغابات أو الموارد الطبيعية اللي في الغابات يبقى the conservation 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 اللي هي آخر آخر كلمة يبقى the conservation of forest resources يعني الحفاظ على موارد الإيه البي يبقى أنا بيقول لي المجتمعات المحلية are keen on يعني هم مهتمين بإيه conservation يعني الحفاظ على إيه forest resources يعني المصادر اللي جاء من الغابات لكن خلال الكلمة اللي قبليها اسمها conversation يعني محادثة له عاوز conservation يعني الحفاظ على البيئة سواء بقى كانت كباءة صحراوية أو يعني جليدية أو إلى ذلك يعني most young people like football معظم الشباب بيحبوا الفوتبول the of them هو عايز اقول معظمهم support the ahli and zamalic teams فري الاهلي والزمالي طيب الاغلبية منهم يعني the majority هو عايز اقول كده الاغلبية منهم support بدعموا الاهلي والزمالي يبقى majority يعني الاغلبية والكلمة اللي قولها minority يعني الاقلية his blood ran cold طبعا his blood ran cold لسه قلنا المصطلح ده مصطلح مهم جدا his blood نحفظه his blood ran cold يعني انتابه شيء من الرعب الشديد كان خايف جدا يعني when he saw the wild animal لما شاف الحيوان المفترس this means he was ده معنى انه هو كان طبعا terrified terrified يعني كم مرعوب يبقى كلمة his blood run cold or runs cold دي معناها انه هو terrified يعني كم مرعوب طبعا كلمة terrific الاولى دي معناها جميل عشان ما حادش يطلغبت لا اسمها terrified يعني مرعوب a Samy was a keen participant بما اني سامي ده كان من احد المشاركين المهتمين يعني كين يعني مهتم he was the first to be in the team working on the project يعني هو كان the first to be involved يعني كان اول واحد وشارك involved يعني مشترك in the team working في فريق العمل on the project في هذا المشروع يبقى to be involved كلمة involved معناها مشترك في الايه في العمل ده طبعا الكلمة يقولها excluded يعني مستبعد و eliminated يعني يقضي على و separated يعني منفصل طبعا هي involved a lawyer speaks on بول ان محمد ده بتكلم عدول بتكلم بالنيابة عن of accused persons يعني الاشخاص المتهمين in the court في المحكمة يبقى احنا قلنا المسترد على بعض اسمه on behalf of يبقى نختار on behalf of يعني بالنيابة عن three there should be a lot of بول يجب ان يكون هناك الكثير من to avoid making silly mistakes يعني الكثير من ايه وبقوله لازم يكون هناك الكثير من التركيز to avoid لكي تتجنب making silly mistakes يعني ارتكاب الاخطاء اللي هي السخيف يبقى a lot of concentration اللي هي letter d concentration يعني التركيز the manager has made a بول المدير ده عمل ايه to decrease the number of workers عشان يقلل عشان يقلل عدد العمال to face the financial problems عشان يواجه المشكلات المادية او المالية financial يعني مالي the company faces التي تواجهها الشركة يبقى هو خد قرار انه يقلل العدد العمال اللي عنده يبقى made a decision decision يعني قرار commit made a decision يعني اتخذ اتخذ قرارا بتقليل decrease يعني يقلل عدد الايه العمال I think the rent for the new flat بقول انا اعتقد ان rent يعني الايجار بتالشقة الجيدي could be يعني يمكن ان يكون as long as يعني طالما I have extra work to increase my income طرح ما انا باخد يعني شغل زيادة عشان احسن الدخل بتاعي او ازود يعني ازود يعني الدخل بتاعي فهو بقول يعني اعتقد ان ايه ايجار الشقة الجيدي could be affordable يعني يمكن دفعه affordable يعني يمكن دفعه احنا خدنا الفاعل afford يعني تحمل النفقات بقول احنا نستطيع ان نتحمل النفقات يعني الايجار ده الشقة الجديدة طالما احنا نشتغل يعني ومنزود ساعات العمل ومنزود الداخل بتاعنا يبقى affordable يمكن تحمله او يمكن دفعه بقول ما تقلقش the new job is really الوظيفة الجيدة is really and the salary is much higher than the old one بقول الوظيفة الجيدة تعتبر ايه والسالي المرتب ده اعلى من القديم يبقى is really rewarding قلناها بلكده rewarding يعني مجزي يعني وظيفة فيها فلوس كويسة مجزي يعني فيها فلوس محترمة او جيدة which job would you like to بقوله انه وظيفة تحب انك تقديها يعني when you grow up لما تكبر grow up يعني يكبر كلمة job وكلمة work وكلمة task خدنا كماده وكلمة activity نشاط معها كلمة ايه معها كلمة do يبقى نختار letter d يبقى would you like to do when you grow up a good teacher should المدرس الجيد يجب عليه the behavior of young children انه هو يعني يرائب هو عايزول كده يرائب اه تصرف او سلوك الاطفال الصغيرين so that he or she can حتى يستطيع او حتى تستطيع المدرسة يعني can learn much about their characters تتعلم الكثير عن شخصيتهم يبقى should monitor ايه monitor the behavior of young children يعني تراكم بسلوك الاطفال الصغيرين دول عشان تتعلم الكثير عن ايه عن شخصياتهم characters يعني الشخصيات الصغير الصغير اللي بعد كده i am sure the book contains accurate information بل متأكد ان الكتب ده فيه معلومات يعني دقيقة ومحددة accurate يعني دقيق accurate is opposite in meaning to كلمة accurate دي عكس كلمة ايه في المعنى طبعا هي عكس كلمة untrue يعني غير حقيقية او غير واقعية او غير دقيقة يبقى كلمة accurate عكسها untrue طبعا believable يعني يمكن تصديقه trusted موسوك فيها new يعني جديد untrue يعني غير موسوك فيها غير حقيقية غير دقيقة it's essential to check if the information you read is a fact or an opinion بولو المهم او ضروري انك يعني تتأكد المعلومات اللي بتكراها دي is a fact هي حقيقة or an opinion ولا رأي فبقول لي هنا كلمة essential is a كلمة essential اللي معناها ضروري او هام دي مرادف لكلمة ايه كلمة essential تعتبر مرادف لكلمة vital اللي يا letter c vital يعني حيوي او ضروري او هام the report the manager prepared made بيقول طبعا التقرير اللي المدير ده بريبيرد جهزه يعني او عمله made recommendations طيب made ايه بقى obvious ولا طبعا بيقول لي هنا آآ ممكن يجي معها بس هو كده بكلمة دي غلط طبعا بقول لي التقرير اللي المدير العامر ده هوت عمل ايه توصيات واضحة وصريحة يبقى obvious ايه واحد ممكن يقول لها مثلا الكسير من التوصيات ما بس الكسير من يعني مفيش اه هنا يبقى نختار ايه obvious recommendation لكن كلمة unclear يعني غير واضحة مش هنقول توصيات غير واضح avoidable يعني يمكن تجنبها لا يبقى هو ايه obvious recommendation أو recommendations يعني توصيات واضحة وصريحة ايه 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 يعني بيقول هنا انا اعتقد اني source of news يعني مصدر الاخبار دي is يبقى you should deal with deal with trusted sources يقولوا انت لازم يتعامل مع trusted sources يعني مصادر موسوك منها يبقى هو عايز يقول له ان مصدر المعلومات دي او مصدر الاخبار دي is لا يمكن الاعتماد عليه يعني لا يمكن الاعتماد عليه i don't deserve to be punished بقول انا لا استحق ان اعاقب يعني استحق وبنش دي يعني يعاقب i am لان انا ايه هو طبعا يعني عاوز يقول ان انا يعني مزنب ولا انا بريء لا i am innocent انسنت يعني بريء لكن guilty يعني مزنب اكريم المجرم accused يعني متهم او محكم عليه يبقى انسنت يعني بريء some people get their news from traditional sources like newspapers بعض الناس بيحصلوا على المعلومات من traditional sources يعني مصادر تقليدية like newspapers مثل القرائد كده traditional is an بقول كلمة traditional تعتبر انترم فور يعني عكس الكلمة ايه احنا قلنا traditional تقليدي يبقى عكسها modern يعني حديث او معاصر وعاوز يقول هنا بعد ما تأكدت المعلومات الصحيحة او بمجرد ما تأكدت المعلومات الصحيحة انا على طول ودتها المين حولتها على صديقي يبقى نختار هنا after او as soon as لانو عاوز يقول ايه بعد معرفة اني لا معنا ودي حقيق او بمجرد معرفة اني لا معنا ودي حقيق يبقى نختار after و as soon as يبقى ايجابة letter d لها a and b after او as soon as do you know where the accident بقوله انت عارف الحدثة دي وقعت فين حدثت فين كلمة يحدث يعني يعني took place اللي هي letter b took place بتسوي كلمة happen او happened المعنى حدثت the riskers يعني رجال الانقاذ were able to يعني كانوا قادرين على space the workers العمال who had been trapped in the mine هو عدل انهم كانوا قادرين على تحرير العمال او انقاذهم يعني الذين هم يعني كانوا محقوزين in the mine يعني في المنجم منجم تحت الارض فوقع عليهم حاجة او كده سد طريقهم ففضوا تحت الارض فهم كانوا قادرين على ايه تحريرهم يعني المنجم يعني 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 يجمع ويجمع ويبلغ او الاخبار لالجرائد راديو الراديو الراديو ويجمع ويجمع او الراديو او الراديو يعني مراسل صحفي او الراديو او الراديو او الراديو او الراديو بقول له ما تاخدش كده الاخبار العطول او ما تشوفها كده لا تجعلها ان هي امر مسلم بي يعني تقول صحي وخلاص لا بقول له دايما دايما اتأكد او تفحص من الشيء انت بتكراه ده يبقى كلمة هنا يعني يسأل عني الحاجة دي يتأكد هي صح ولا غلط يبقى هنا جاء فعل بمعنى يسأل يستجوب يتأكد يعني اسأل عن الشيء اللي انت بتكره عنه ده صح وانا مش صح الشخص اللي بتأكد The information is true ان المعلومات دي حقيقية طبعا دا بنسميه متقصر حقائق او الفاحص للحقائق اسمه fact checker fact checker ده متقصر ايه الحقائق او بتأكد من المعنى تها حقيقية ولا لا It's important to know It's important to know بقول انه من المهم ان تعرف The of each piece of news To make sure To make sure It's true طبعا بقول من المهم انك تعرف او عايز اقول كده يعني تعرف مصدر كل خبر بيجيلك piece of news يعني كل خبر To make sure عشان تتأكد It's true انه هو صحيح The source The source of news يعني مصدر ايه الاخبار Source اينا بمعنى مصدر My brother is a uran بقول اخوها دا يعتبر for a local newspaper في جريدة محلية He likes his work so much هو بحب شغله جدا جدا يبقى هو journalist صحفي journalist يعني صحفي في جريدة كده نيوزبر يعني جريدة محلية We want to watch عادي الامام's new film بقول احنا عايزين نشوف فيلم عادي الامام الجديد Which tv Is the film on بيقول له انهي قناه على التلفزيون الفيلم دا يكون عليه يبقى which tv channel اللي هي لتر اي channel دي يعني قناه على التلفزيون لكن الكلمة تانية Canal دي قناه زي قناة السويس او تارع يعنش When the police arrived at the بقول لما البوليس وصل وصل الى Of the crime ركز في السؤال دا سؤال مهم جدا جدا يبقى نعلم عليه كده شباب لانه هو سؤال مهم بيقول لي هنا When the police arrived at the بقول لي لما البوليس دا وصل وصل فيهم بقى مشهد الجريمة او مكان الجريمة يعني The criminal was a power to run away المقرم كان على واشك أباوته يعني على واشك ان يهرب يبقى مسرح الجريمة او مكان الجريمة او مشهد الجريمة يعني scene of the crime يبقى نختار هنا كلمة scene scene of the crime اولا لكلمة scene دي لها كذا معنى scene دي مشهد مثلا في مسرحية او فيلم او scene معنى مشهد الحاجس او مشهد او مسرح الجريمة The space who discovered the clue to the crime بقول الشخص دا المحقق دا او متقصي الحقائق دا اللي هو اكتشف لغز الجريمة is really intelligent هو فعلا زكي يبقى نقول the investigator اللي هو المحقق investigator يعني يحقق و investigator يعني المحقق لغز الجريمة the space of news stories يعني كصص الاخبار are usually about the most important events بقول لي هي غالبة عن اهم الاحداث او الاحداث الاكثر اهمية بيقول لي the headlines of news يعني عنوين الاخبار اللي طبعا بتبقى منشط كده بخط عريب يبقى the headlines of news عنوين الاخبار بتبقى عاداتا عن ايه the most important events الاحداث الاكثر اهمية يبقى اللي هي بقى تكون letter A اللي هي headlines my old friend has changed اللي بقول صديقي دا يعني تغير كثيرا شكله تغير يعني i could hardly him بقول دا عرفته بالعافية تعرفت عليه بالعافية يعني طب كم اللي يتعرف على شخص يعني recognize يبقى i could hardly recognize him يعني انا تعرفت عليه بصعوبة hardly معنى بصعوبة هنا يبقى كلمة recognize معنى يتعرف على شخص لكن خلي معنا من كلمة realize معناها يدرك او يفهم شيء فجأة don't space up late so that you can be energetic بقول له ما تسهرش الوقت متأخر عشان تكون energetic يعني نشيط in the morning في الصباح يبقى don't stay up late اسمه جدا يسهر الوقت متأخر يعني stay up late I wanted to watch the exciting program بقول انا اردت ان انا اتفرج على البرنامج الشيخ ده but it was ولكنه it was late on the nail او on nail TV it was ولكنه هو عرض على عرض متأخر على قناة nail TV كلمة يعرض او يبص يعني يعرض او يبص يعني broadcast يبقى it was broadcast يعني تم عرضه late متأخر on nail TV على قناة ايه النيل عرضه في the hotel يعني كتير من الضيوف اللي يبقوا في الفنادق about the bad service they had received يعني بيقول لي هما اشتاكوا يعني معايز اقول كتير من الناس اللي هما لازدين في الفندق او الضيوف اللي في الفندق ده اشتاكم من الخدمة السيئة اللي هما يعني مروا بيها يعني طب كلمة يشتاكي يعني complaint اللي يليتر D complaint يعني يشتاكي او اشتاكوا a search space is a software program عباره عن برنامج كده على الكمبيوتر that helps people بيساعد الناس find the information انو ما يجدوا المعلومات they are looking for using keywords or phrase باستخدام الكلامات المفتاحية او بعض العبارات طبعا دا بنسميه search engine اللي هو محرك البحث ذي جوجل مثلا يبقى search engine يعني محرك البحث دا بيساعدنا في الحصول على الكثير من المعلومات the teacher had to المدرس اضطر ان هو يعمل ايه the difficult point النقطة الصعبة دي again so that students حتى يستطيع الطلاب understand it will ان يفهموها بشكل جيد يبقى هو شرحها شرح النقطة شرح النقطة الصعبة دي مرة تانية يبقى had to explain يشرح يعني explain the difficult the difficult point يعني النقاط اللي هي الصعبة او الاشياء الصعبة اللي الطلاب مش فاهمينها يعني يبقى يكسب ليه معناها يشرح the police have clues that the fire was started يعني بقول ان البوليس رجال الشرطة عندهم بعض الدلائل that the fire ان الحريقة دي بدأت او تم اشعلها inside the factory يعني داخل داخل المصنع and they are they are looking for the criminal وانهم يبحثون عن المجرم يعني هما عايزين يقولون من الاخر البوليس بيقول ان الحريقة دي بدأت او اشتغلت او حد عملها عمدا عمدا يعني داخل المصنع ومدروات اللي بيبحثوا عن المجرم يبقى اللي جابها وكلمة deliberately نفسها بمعنى عمدا اتويني تو او يونج مان هو بقول شاب عنده كم سنة اتنين وعشرين سنة وان اطوب فوتوغرافي كومبتشن يعني طلع الاول في مسابقة تصوير او اغز الصور يعمش يبقى اتويني تو يير او يونج مان طبعا قلنا ان دي صفة مركبة ليه حطينا كلمة ما قلناش زي ما يعني فيه اتنين وعشرين. لا عشان فيه ا في الاول. احنا قلنا لما يقول لي لما يحطي لي كده. يبقى هو عايز اسم مفرد. دي بنسميها صفة مركبة. والصفة المركبة لا تجمع. خاصة لما يكون فيه كلمة ا او ان. يبقى عندنا وحنا نعرف ان كلمة او ان بتيجي مع المفرد. فنختار. يعني شاب عنده او يبلغ من العمر اتنين وعشرين سنة. لسوق الحظ. انا كنت في شارع مزدحم في احد ضواهي او ضواحي او مناطق الكاهرة. طبعا الرجل ده كان يعني آآ عالق عالق في مكان كده آآ في الشوارع او شاركة مزدحمة. طيب عالق يعني 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 كان مزنوق كده او كان عالق في نص الشارع مش عارف يتحرك مسلا بالعربية بتاعته لان في زحمة شديدة. بيقول لي يعني شارع مزدحم. بيقول يعني انا كنت عالق او كنت مزنوق في وسط الايه هذه الزحمة. في احد مناطق الايه? الكاهرة. يبقى كما تستق دي معناها عالق او بالعامية كده مزنوق في مكان مش عارف يتحرك منه يعني ش. بيقول عمي ده شغال كابلوتيكال ايه? فور ذا تايمز. تايمز دي اسم جريد. هي يوجولي ريبورتز اكسايتينج نيوز. هو دايما او عادة ريبورتز بيقول لنا على اكسايتينج نيوز يعني اغبار مثيرة وشيقة. يبقى ووركز از ابلوتيكال ابلوتيكال كوررسبوندنت. كوررسبوندنت لليتر دي. كوررسبوندنت يعني مراسل سياسي او صحفي يعني. يبقى كوررسبوندنت والشخص اللي هو كوررسبوندنت ده غالبا بيسافر في كذا بلد ومنئي الاخبار من بلد خارج بلد ويعنش. يبقى المراسل اللي هو دايما بيسافر بره ده. يعني او من مصر بيسافر امريكا او سافر فرنسا او المانيا او اي دولة تانية من قرميها الاخبار يبقى دايما يسميه كوررسبوندنت. وبلوتيكال يعني سياسي خاص بالامور الايه? السياسية. الكلمة دي معناها انك تجذب شخص او تخلي شخص وانت دو ان يعمل حاجة. او يكون عنده حاجة. حتى لو هم عارفين ان الشقة غلط. يبقى انت كده بتعمل في الشخص ده انت كده بتغويه. يبقى يعني 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 بيشجع على حاجة غلط يعنش. بالعملية كده بيشجع على شيء غلط. حتى يعني يقولك اغواء الشيطان. كلمة اغواء او ياغوي دي هي تيمبت. يبقى تقول تيمبت is to attract someone. انك تجذب واحد او تخلي واحد يعمل حاجة. مع ان الشقة ده is wrong يعني الشقة ممكن يكون غلط. يبقى تيمبت معنى ياغوي. طبعا ما بقول انا احرص تقدم كبير يعني في المشروع الجديد. عندنا هنا شاب كلمة وكلمة تعود كلمة نقول يعني قدم او عمل تقدم كبير في المشروع الجديد. طبعا كلمة ممكن تنفع بس الاصح او يعني الكلمة الادقة هنا للمعنى هي كلمة made. نقول make progress يعني عمل تقدم في مجال معين. it's a complex task to finish. بقول دي يعني مهمة صعبا ان نخلصها او معقدة. complex يعني معقدة. you can't do it alone. مش ممكن ان تعملها لوحدك. complex here has the opposite meaning of. يعني بقول ان كلمة complex دي. لها معنى او اه المضاد بتاعها ايه? طيب المضاد بتاعها يقول لي complex يعني معقد. يبقى المضاد بتاعها simple. simple يعني شيء بسيط وسهل. يبقى complex معقد وكلمة simple يعني بسيط وسهل. he is a marvelous actor. كلمة marvelous يعني رائع. marvelous is similar in meaning to. بقول لي كلمة marvelous دي قريبة في المعنى ايه? يبقى marvelous يعني رائع. طيب بتسوي كلمة amazing. amazing برضو يعني رائع او مزهل. fire fighters are usually. بقول رجالي الاطفاء دول عادة بيبقوا ايه? طبعا بيبقوا. آآ شجعان. طيب شجاع يعني يعني كريجوس. كريجوس يعني شجاع. وممكن نحط كلمة اسمها brief. بريف برضو يعني شجاع. بنقول كريجوس او بريف. the انا هو بقول لك ان الرجل ده عينتج فيلم. of his own بنفسه يعني خاصية نفسه. for the first time لأول مرة. طب ينتج يعني produce. produce يعني ينتج. بريديوس افيلم. طبعا كنا ممكن نختار كلمة finance يعني finance يموي الفيلم ده. من خاصية نفسه. ولكن هنا يعني واجهة راما جايب لاتنين يبقى نختار كلمة produce. بنقول تو بريديوس افيلم. يعني ينتج فيلم. خاصية نفسه يعني لأول مرة. بول من الغريب ان انت بتحب. الافلام دي. ده فيها مشاهد مخيفة. ركز في كلمة دي يعني مشاهد في فيلم او مصرحية. طيب يبقى الفيلم ده نوعه ايه? اكيد الفيلم ده نوعه. يعني فيلم رعب. بول غريب انت بتحب الفيلم الرعب ده في مشاهد يعني مخيفة. بقول عمي ده يعتبر رجل رياضي متخصص في الرياضيات. في حساب يعني. يعني رائع. كلمة دي ممكن يحل محلها كلمة ايه? يعني عايزين مرادف ليها. يعني كامل بتسوي كلمة يعني زو مهارة عالية. او ماهر للغاية. يعني بارع ماهر شاطر جدا. كامل بتسوي كلمة ايكستريملي سكيلفول. اي بريفير واتشينج سبيس فيلمز. ويقول انا بمفضل مشاهد للافلام. افلام انهيبه الافلام التاريخية. طيب لما يكون في فيلم التاريخي يقول ايه؟ نقول هسطوريك والا هسطوريكال. لا نقول هسطوريكال نقول هسطوريكال فيلم. او هسطوريكال فيلمز. Deal. الآفلام التاريخية. يبها الآخر هسي إ اي إي إل. ثواله. بيقول المدرسين عادة بيستخدمهم ايد او ايدز in the classroom يعني بقول المدرسين دول عادة بيستخدمهم ايدز ايدز يعني الوسائل في الفصل الاطفال بتحب تشوف الحاجات اللي هم بيدرسوها يعني شوف صور مسلا يعني شوف رسومات مسلا على الصبورة بيستخدمه يعني الوسائل البصرية او الوسائل التعليمية اللي احنا منشوفها قدامنا يكتب على الصبورة يحط له صورة يحط له كده اه حاجة مكتوب عليها معلومة معينة بحس يفتكارها وتفضل ايه سبتة في دماغه يعني يبقى اسمها يعني الوسائل البصرية المرئية يعني بقول اخويا بلعب يعني الدور اللي هم بيقول به يعني الدور اللي هم بيقول به يعني فعلا رائع يبقى يعني دور او دور او جزء ايجابي يبقى هنا معناها ايجابي طب يعرفنا زين ايجابي مش نيجاتيف لنقول في الاخر ايه يعني دوره فعلا رائع يبقى نختار هنا شباب كلمة بوصل بمعنى ايجابي يا له من فيلم اي بقى انا معرفتش يشوفه حتى النهاية انا لا ارشحه لأي احد يعني انا موصلش اي حد نشوف الفيلم ده يبقى كده الفيلم ده مش جميل مش رائع فيلم فظيع يعني كلمة يعني ليس ايه جيدا يعني فظيع يعني مش يبقى السوائل اللي بعد كده شباب بقول افضل فيلم شفتوا مؤخرا كان ايه بقى the winning hidden او hidden figures اسمه كده hidden figures الشخصيات المخفية او اختفاء الشخصيات يبقى the award winning يعني الفائز بالجائزة ركز بقى هنا دي كلمة على بعضها كده اسمها award winning يعني الفائز بايه الفيلم الفائز بالجائزة يبقى الفائز بالجائزة يعني award ايه وانا اقولش reward يعني مكافأة لكن جائزة رسمية award a space is a building or structure يعباره عن بناء او تركيب كده with parts that turn round in the wind يعني الشئ ده او التركيب ده عباره عن حاجة بتلف كده في الهواء used for producing تستخدم لانتاج electrical power الطاقة الكهربائية or crushing green او طحن الحبوب يعني طبعا دي بنسميها windmill يعني طحونة الهواء طحونة ايه الهواء او طحونة الهواء اللي بتود لدينا الكهرباء who took space the factory after the manager or the general manager had resigned هو عاوز يقول من اللي تولى مسئولية المصنع ده بعدما المدري العام general manager يعني المدري العام had resigned يعني استقال يبقى who took control of يبقى ناغد letter D took control of the factory يعني تولى مسئولية المصنع ده وهو اللي كان بيشاهده يعني يبقى took control of the factory يعني تولى مسئولية المصنع a lot of young people prefer watching بيقول الكثير من الشباب prefer watching بيفضلوا يعني مشاهدة ايه films انه نعمل الافلام نكمل in which a hero في الافلام دي البطل بيسعى ويجاهد to marry the lady he prefers يعني تزوج السيدة اللي هو بيفضلها يعني يبقى في الفيلم ده البطل بيجاهد ويسعى ويحاول انه هو يتزوج السيدة هو بيفضلها يبقى watching romantic films طبعا romantic films يعني الافلام الرومانسية بيقول كل العمال very to the idea of closing the factory يعني كل العمال كانوا عدائيين او كانوا اصلا ضد فكرة غلق المصنع it's very difficult for them ده كان صعب بالنسبة لهم to find other jobs انهما يجدوا وظائف اخرى يبقى very hostile to احنا خدنا اصلا كلمة hostile مع حرف جاري to بمعنى هما معادي لي او هو مش مع الفكرة دي يعنش يبقى هما كانوا ضد الفكرة دي كانوا ضد فكرة غلق المصنع يبقى style to ضد فكرة معينة او عدائي لشيء او مش موافع على الشئ ده it's a political crime انها جريمة سياسية when a country لما يكون في دولة another country طبعا اصدو دولة تغزو دولة تانية يبقى country invades invades another country يعني دولة تغزو دولة اخرى it was so funny when the new servant كان مضحك جدا لما الخادم الجديد thought اعتقد ان صاحب الفيلا was its gardener ان هو الجنيني يعنش راجل ده جاي في بيت كده جديد ومش عارف صاحب البيت ففكر ان صاحب بيت ده هو الجنيني دي طبعا دي بقى اي يعني اي نوع من الافلام اكيد طبعا كوميدي ايه كوميدي فيلمز وانا بحب مشاهدة الافلام الايه الكوميديية او المضحكة يبقى كوميدي فيلمز وانا بحب وانا بحب المضحكة بقول الجزء يعني الاكسر اخافة او المخيف يعني هذا الحيوان الضخم هذا الحيوان الضخم يعني الشرس الذي يدمر المنزل الصغير يعني الفيلم الرعب هذا الفيلم الرعب لان بيحكي طبعا الحاجات فيها يعني دمار وفيها ايه رعب يعني بقوله وط صوت الموسيقى يعني يخفض الصوت بقوله ومن فضلك انها مزعجة very annoying very annoying يعني مزعجة طبعا ما ينفعش انويد لو بتكلم عن نفس قول I am annoyed لكن لو بتكلم عن الموسيقى الموسيقى منزعجة ولا مزعجة لا مزعجة مزعجة يعني annoying يبقى annoyed مزعج annoying مزعج لكن بيقولين الموسيقى دي مزعجة يبقى annoying which space instrument would you like to play طبعا بقوله انهي آلة موسيقية تحب انك تهزف عليها يبقى musical instrument آلة موسيقية sorryfully بقول لي الاسف وللحزن the plane didn't survive the crash بقول طاقة من السفينة ده أو الطاقة من الطائرة لم ينجو لم يبكو على قيد الحياة يبقى the plane crew وقلنا الناس اللي شغلين على سفينة أو شغلين على طائرة مو يعلم crew crew يعني طاقم الطائرة the film space had a bitter comment on a lot of five scenes in the new film طبعا بقول the film critic critic ده اللي هو النقد يعني يمسك حاجة كده وعد يفسصها يقول ما كانش المرفوض يعمل كذا وكان المرفوض يعمل كذا في الفيلم وعمل كذا وعمل كذا ده اسمه critic يعني النقد ده كان ليه طبعا a bitter comment يعني ليه تعليق مر كده كلمة bitter أصلا معناها مر أو تعليق يعني كان شديد a lot of fight scenes طبعا كان ليه تعليق يعني مش كويس يعني على المشاهد اللي فيها قتل وقتال كتير in the new film في الفيلم الايه الجديد يبقى كلمة the film critic يعني ناقد الفيلم عمل طبعا كومنت وقالي انهما عملوا يعني احداث فها عمف وفيها قتال كتير يعني كان بينتقد الفيلم يعني I don't like such films بول انا بحبش مثل هذه الافلام I am a of action films only بول انا ايبقى of action films only I am a fan a fan يعني انا مشجع انا مشجع لأفلام ال action فقط كلمة fan اللي هي بال if يعني مشجع لحاجة معينة حتى المشجعين كنت اللي قدموا معلهم ايه fans او المعجبين يعني fans معجبين او مشجعين our an is a person who supervises يعني الشخص اللي بيشرف the actors and other staff علي الموسرين كلمة supervise يعني بيشرف علي الموسرين and other staff والصطف الباقي في فيلم في فيلم معين play او مسرحية او منتجات يعني شكل الحاجات دي ده طبعا منسميه المخرج المخرج اسمه director هو اللي بيشرف على احداث الفيلم والفريق العامل في فيلم والممثلين والممثلات وكل دول يبقى director did you know who was بقولوا هل تعلم مين اللي كان charge of the new factory in our town من اللي كان مسؤول عن المصنع الجديد في المدينة بتاعتنا مسؤول عن يعني in charge of ايبقى نختار لطر اي in charge of على بعضيها كده نحفظها يعني مسؤول عن in charge of the truth about his failure يعني الحقيقة عن فشله was a bitter pill to swallow طبعا ده مصطلح كده شباب جي في الكسة لازم نذكره كويس او نحفظه a bitter pill to swallow يعني وضع مؤلم لا يمكن تغييره معناه كده وضع مؤلم لا يمكن ايه تغييره فهو بيقول كده الحقيقة اللي دلت لنا عن فشله ده كانت وضع مؤلم لا يمكن تغييره للأسف فبقول لي a bitter pill to swallow المصطلح ده اللي هو معناه وضع مؤلم لا يمكن تغييره refers to بيشير الى ايه طبعا هو بيشير الى an unpleasant fact or situation that is difficult to accept يعني عبارة عن حقيقة او موقف غير صار unpleasant يعني غير صار that is difficult to accept من الصعب ان احنا نقبله يعني او نتوقعه او نرضى به ولكن للأسف هو امر لا يمكن تغييره خلاص يعني يبقى الى اجابة تكون letter b لي an unpleasant fact حقيقة غير صارة او موقف يعني غير صار من الصعب ان احنا يعني ندركه ونتقبله يبقى نحفظ التعبير ده a bitter pull يعني وضع مؤلم لا يمكن تغييره هنا في الاسيدة شباب عن اختار ايجابتين عبارة عن سينم وانطنمز كده we don't like this man بول احنا مش حابين الراجل ده he is really هو فعلا اول حاجة ممكن نقول cruel cruel يعني قاسي قاسي الطبع او unkind يعني غير عطوف يبقى cruel و unkind بولوا تعالوا وشوف الفيلم ده انه يعني فعلا thrilling يعني شيك ومثير thrilling here can be an antrimfor فكلمة thrilling دي تكون اعتبر عكس الكلمة ايه طبعا عكسها pouring pouring يعني شيء ممل او ممكن نقول ضل ضل يعرضه يعني شيء قاتم كده وحاجة مملة لكن thrilling يعني مسير i have space a great progress in the new project بول انا حققت نجاح كبير او تقدم كبير في المشروع الجديد طب progress قلنا معها ايه احنا خدنا في سؤال قبل كده made تمام made progress او ممكن نقول performed progress يعني يؤدي نجاحا او يحقق تقدما يبقى performed progress او made progress طب اللي اتنين لو يقولي في سؤال لا ناخد احسن كلمة ايه made او make make progress it's a complex task to finish بولو دي يعني مهمة صعبة او معقدة you can't do it alone انت مش ممكن تقديها لوحدة complex here has the opposite meaning of بولي ان كلمة complex دي عايزين العكس بتاع طب complex يعني معقد يبقى عكسها simple 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 يعني ايه يعني بسيط او ممكن نقول easy easy يعني سهل يبقى easy او simple he is a marvelous actor بولي هو actor يعني ممثل رائع marvelous is similar in meaning to كلمة marvelous المعناها رائع دي قريبة في المعنى لكلمة ايه لكلمة wonderful يعني رائع او amazing يعني مدهش او رائع بول رجالي الاطفاق دول عادة بيبقوا طبعا شجعان يبقى courageous يعني شجعان او brave brave برضو يعني شجعان او شجاع the famous actor is going to بول الممثل المشهور ده سوف طبعا الاستاذي خدنا فوق بس ما كاتش ايه باختيارين يعني كباختيار واحد يعني الممثل المشهور ده is going to سوف a film of his own سوف يعني يمول او ينتج film for the first time يعني هو اللي يعمل فيلم ده او يصرف عليه الاول مرة يبقى produce بمعنى ينتج او finance يعني يموله يعني يصرف عليه من امواله الشخصية it's strange that you like بولوا من الغريب ان بتحب films most الافلام اللي هي اللي يبقى there are a lot of lots of frightening scenes فيها كثير من المشاهد يعني المرعبة يبقى like اما نقول terror films او ممكن نقول terror films يعني افلام الرعب وهيرور فيلمز برضو يعني افلام الرعب اللي اتنين هنا بيسوا بعض شباب my uncle is a brilliant mathematician بقول العم ده رجل اعلم في الرياضيات يعني بارع وشاطر رائع يعني brilliant can be replaced by يمكن استبدالها بكلمة ايه احنا قلنا كلمة brilliant يعني رائع او بارع او شاطر جدا او ذو مهارة بتسوي كلمة extremely skillful skillful او significantly clever يعني ماهر بطريقة كبيرة او skillful ذو مهارة كثيرة كثيرة او كبيرة او ماهر للغاية extremely يعني للغاية حاتم space late is he اليس كذلك طبعا احنا ده سؤال مزيل فاحنا عايزين كلمتين ينفعوا هنا احنا ممكن نقود كلمة is never اول واحدة يعني حاتم ده عمر وما بكمة اخر never اصلا نفت الجملة فالسؤال المزيل هنا عندنا يعتبر مثبت فاحنا نقود ايه الجملة تكمن فيه يبقى is never او ممكن نحط والسؤال المزيل يبقى is لان الاتنمع عكس بعض يبقى is never او isn't late يبقى is he يعني اليس كذلك بقول حرق النفط ليس for the environment للبيئة طبعا is not safe ليس آمنا للبيئة او is not good ليس جيدا للبيئة يعني الي تندول ينفعوا it isn't easy to find a solution بقول ليس من السهل انك تجد حل the problem of pollution everywhere لمشكلة التلوث في كل مكان طيب solution معاها قلنا solution 2 او solution 4 حل لي بقول الانشطة البدنية بتساعدك انك تتحكم في وزنك activity is opposite in meaning to كلمة activity اللي هي النشاط دي عكس كلمة ايه عكس كلمة idleness يعني عدم النشاط او الكسل او كلمة laziness يعني الكسل برضو يبقى activity النشاط idleness الكسل وليزنس يعني الكسل the musician's performance was really amazing بيقول طبعا الاداء بتاع الموسيقار ده كان really amazing يعني فعلا رائع amazing is a synon 4 فبقول لي كلمة amazing دي مرادة في كلمة ايه مرادة في كلمة astonishing اللي يتر بي او awesome awesome يعني رائع يعني مذهش في amazing بتسوي awesome اللي رائع او astonishing يعني مذهل كندا is colder than ايجيبت in the winter بقول لي ان كندا دي يعني اكسر برودة من مصر في فصل الشتاء طبعا اكسر برودة بكتير يعني هو عايز يقول كده يبقى نختار يا اما كلمة a lot قلنا قبل المكرنا بنحط كلمة a lot a lot colder a lot taller a lot shorter وهكذا يبقى a lot او ممكن نحط كلمة much خدنا فيه كلمة بتحطي قبل صفة المكرنة اللي فيها e r اللي هي كلمة much كلمة a little كلمة a lot كلمة far rather slightly كل الكلمات دي قبل ايه صفات المكرنة طيب السوائي اللي بعد كده كلمة i don't want you to expand the main idea بول انا مش عايزك توسع في الفكرة الرئيسية expand يعني يوسع يعني i just want you to the main point بول انا عايزك بس انك تعمل ايه النقاط الاساسية انك تلخص النقاط الاساسية بوله كده يعني يبقى ممكن نختار samarize يعني يلاقص او samab يبقى samab يلاقص و كلمة samarize يعني يلاقص unfortunately بول اسهوء الحظ i fail to بول انا فشلت ان حاتم تو change his mind and spend the weekend with us بول انا فشلت ان انا اقنع حاتم ان هو يغير رأيه change his mind يعني يغير رأيه ويقضي الاجازة معانا طيب اول حاجة ممكن نقول convince convince يعني يقنع يبقى convinced حاتم تو change و convince معها طول مصدر او نقول persuade اللي اتنين بمعنى واحد convince او persuade يعني نبقى ان لو فشلت ان اقنع فشلت في اقناعه ان يغير رأيه يبقى نختار كلمة convince وكلمة persuade اللي اتنين معناهم ايه ترجمهم كده بمعنى يقنع you have space a bad mistake بقول له يا بيتر انت عملت خطأ كبير او سيء يبقى اول حاجة ممكن نقول committed committed a bad mistake او made او عملت خطأ كبير i usually do sport بقول انا عادتم بقد الرياضة to keep fit طبعا بيقول يوميا يبقى يوميا يعني daily او everyday يبقى sport is daily او everyday طبعا كم everyday اللي هي منفصلة دي everyday يعني كل يوم ليه لكي احافظ على اللياقة البدنية how can the company improve products how can the company improve products يبقى upgrade و ايه و better is going to a job fair the best way to space appropriate job هل الذهاب الى معرض الوظائف الى معرض الوظائف in the best way to appropriate job يعني افضل طريقة للحصول على وظيفة مناسبة طب يحصل على وظيفة يعني get layer letter b get او نقول find يجد وظيفة يبقى get a proper job يحصل على وظيفة او find a proper job يجد وظيفة جيدة you should keep in يقوله لازم تخلي بالك تحط في دماغك with your relatives او keep in with your relatives لان نكمل بس نشوف الجملة مع الاقارب from time to time من حين لاخر هو هنا عايز يقوله لازم تظل في تواصل with your relatives مع اقاربك from time to time من حين لاخر يبقى اسمها keep in touch او keep in contact يعني يبقى في تواصل معه يبقى في تواصل معه keep in touch او keep in contact ويبقى ده شباب احنا الصفحة دي هنهزفها لانها اتعادت قدام يعني نفس الاسئة دي كانت قدام هندخل على الصفحة اللي بعديها دي كده السواية بقول did you know who was charge of the new factory in our town بقوله انت تعرف مين اللي كان مسؤول عن المصنع ده في المدينة بتاعتنا يبقى خدناها لكده in charge of نحفظ المصطلح ده او التعبير ده in charge of يعني كان مسؤول عن يبقى نخلي بالنا من charge of you are an space and punctual worker بقوله انت طبعا يعني worker يعني عامل punctual يعني منضبط the manager is going to promote you المدير سوف يرقيك يعني you are an active هو عايز اقوله كده انت active يعني نشيط and punctual worker يعني انت عامل منضبط ونشيط active يعني نشيط if you want to find out some information on the internet لو انت عايز يعني تجد بعض المعلومات على الانترنت use a good engine بقوله استخدم محرك البحث الجيد يبقى use a good search engine اسمه search a engine يعني محرك البحث what is that of the information you use to write your usage what is that of the information هو عايز يقوله ايه هو السورس يعني بتاع المعلومات او مصدر المعلومات اللي انت استخدمته عشان تكتب المقالة بتاعتك دي يبقى the source of the information ما هو مصدر المعلومات اللي انت خدته منه الاسي او معلومات للاسي دي يبقى source معناها مصدر my cousin is very بقول ابن عم ده is very she can dance ممكن تركص sing تتكلم اربع لغات طبعا my cousin is very talented كلمة talented يعني موهوبة عايز يقول كده يعني يبقى الاجابة liter d talented بالمعنى موهوبة don't try to revise everything at the same time بقول له متحاولش تراجع كل شيء في وقت واحد but ولكن a goal to revise one thing a day ولكن بقول له حط هدف لنفسك انك تراجع شيء واحد في اليوم يبقى but set a goal كلمة set a goal يعني يضع هدفا معينا يبقى نخلي بالنا من كلمة set يبقى set a goal يعني يضع ايه يضع هدفا we expected cold with weather بقول احنا كنا متوقعين ان التقسي يبقى with يعني راطب كده و cold وبرد in england في انجلترا but it was hot and sunny ولكن هو كان hot and sunny طبعا هو عايز يقول كان surprisingly surprisingly hot and sunny يعني وكان جوي يعني مشمس وحر بطريقة مفاجئة واحنا قلنا ان كلمة surprisingly دي تعتبر ظرف والظرف قد يصف الايه الصفة الصفة عندنا هنا hot و sunny فنقول surprisingly hot and sunny يعني مشمس وحر بطريقة مفاجئة مكونش متوقعين كده يعنش what space is that tv program on tonight what طبعا هنا بيقول is that tv program on tonight بقول هو البرنامج ده على انهي كناه هذه الليلة يبقى what channel اللي ياليتر سي what channel is that tv program يعني انهي كناه بيورد عليها البرنامج التلفزيوني ده tonight هذه الليلة يبقى ان التشانل يعني كناه تلفزيونية they had to use a هما اضطروا ان هما يستخدموا ايه to carry the injured footballer off the beach عشان يحملهم اللي هو راجل اللاعب الكرد القدم المصاب injured يعني مصاب off the beach من ارض الملعب طبعا هما بيستخدموا stretcher stretcher ليه نقالة يعنش yeah liter d يبقى use a stretcher استخدموا نقالة عشان يقولوا اللاعب المصابتة bitch يعني اه الملعب او الارض اللي بتلعب فيها كرة قدم a is circular ornament made of gold عبارة عن حلية كده مدورة ornament يعني حلية circular يعني مدورة made of gold مصنوعة من الايه الزهب worn by a king or queen يعني بتلبس من خلال الملك او الملكة طبعا ده منسميه crown يعني tag من الدهب بيلبس من خلال ايه او من قبل الملك او الملكة the spy was arrested on suspicion of طبعا بقول الجاسوس ده تم الكبض عليه on suspicion of لانهما شكوا فيه كايه طبعا suspicion of treason treason يعني الخيانة كمتهم بالايه بالخيانة بكلمة treason هنا يعني الخيانة كانوا شكين فيه يعنيش the shop assistant بيقول البعا في المهل try to يعني حاول ان me to buy more clothes يعني هو بقول عاود يحاول ان هو يكني ان اي اشتري ملابس زيادة but i had run out of money ولكن اصلا run out يعني خلصت الفلوس اللي معي run out يعني ينفذ او ينتهي يبقى persuade try to persuade persuade me يعني حاول ان ايه ان يكني يعني ان يشتري ملابس زيادة the more a candid gains the more they are likely to win the elections طبعا بقول كل ما ال candid يعني المرشح ده gain يكتسب ايه او يزداد ايه the more they are likely من المحتمل يبقى فيه احتمالية كبيرة يعني to win the elections انهما يفوزوا في الانتخابات كلمة win the elections يعني يفوز في الايه في الانتخابات طبعا a candid gains popularity كلمة popularity يعني شعبية او جماهرية بقول كل ما يبقى عنده جماهرية او شعبية اكتر او شهرة اكتر كل ما فرصته في النجاح تبقى اكتر نجاح في الانتخابات يعني يبقى كلمة gains ممكن تجمع كلمة popularity بمعنى شهرة او جماهرية يعنش the assistant will بقول المساعد ده سوفا the progress of the new employees and will then report to the manager طبعا هنا بيقول ان ال assistant الرجل المساعد ده سوفا يراكب تقدم progress يعني تقدم of the new employees الموظفين a good dad and will then وبعد كده report to ايوصلها المين يبلغها المين يبلغ الامن ده للمدير يبقى يراكب يعني monitor for the letter a يبقى وظفت ان هو يراكب تقدم هؤلاء الموظفين يوم بعد يوم ويبلغ به المدير it's my it's my as a parent بقول انه يعني من واجبي كاب يعني to provide a safe space ان انا اوفر a safe space for my children to grow يعني اوفر لهم مكان آمن عشان يكبرهم وينمو فيه يعني it's my duty duty يعني من واجبي it's my duty the character's wife knew him so well بقول زوجة هذه الشخصية الشخصية في فيلم مثلا او مسرحية knew him she was able to recognize him يعني كانت قدر على ان تتعرف كلمة الاجتماعي يعني تعرف على شخص despite his كلمة despite على الرغم من طبعا على الرغم ان هو كان متخفي او كان لابس لبسي مختلف يبقى despite his disguise كلمة disguise يعني التخفي او لبس ملابس تنكرية يعني كان متنكر يعني على الرغم من تنكره يبقى despite his disguise while most of my friends liked the poem بقول بينما معظم اصدقاء يحبوا هذه القصيدة i couldn't understand any of it انا مش قادر افهم منها اي حاجة it's complete يعني بالنسبالي complete nonsense بلا معنى بقول بالنسبالي ده يعني قصيدة بلا معنى خالص بيبقى complete nonsense كلمة nonsense معناها بلا معنى i am space of drinking all the hot chocolate but the weather has been very cold today بقول اي اي بقى يعني sensible ولا motivated ولا guilty ولا unexpected وبقول انا عندي يعني الدافعية والحافز اللي شرب الايه all hot chocolate كل ال hot chocolate ولكن ولكن الطقس طبعا يعني النهاردة برد جدا طبعا كده عنده الدافعية او الحافز يعني يعني i am motivated motivated يعني متحفز او عنده الدافعية of drinking all the hot chocolate شرب كل ال hot chocolate ولكن الطقس كان ايه has been very cold برد هذا اليوم the mother needed to take for what had happened or what had been done to hear طبعا بقولي الام ارادت ان تنتقم او تثأر لما حدث لها تنتقم يعني take revenge for يبقى take revenge for what had been done or what had been done to hear يعني ما حدث لها يبقى take revenge for بمعنى تنتقم او تثأر عشان حصلها حاجة يعنيش كارين is known for space people into giving here fewer tasks طبعا بولي ان is known for يعني معروفة بايه احفز كلمة تريك انتو دي كلمة تريك انتو يعني بتخدع الناس او بتحول تكنحهم بحاجة يعني tricking people into giving here ان هما يدوها يعني مهام قليلة او بسيطة مش عاوز اشتغل كتير يعنيش بمعنى يغدع فكلمة trick دي بتساوي كلمة اسمها deceive بمعنى يغدع بس ايه مع حرف تجر انتو trick people into يعني تغدع الناس بحاجة mom asked us not to يعني والدتنا طلب مننا الا or distract here او نشتتها while she was in an online interview لما تكون على المقابلة اللي هي على النت يبقى طلب مننا الا نقاطعها يقاطع يعني interrupt interrupt or distract her الا نقاطعها او نشتتها يبقى كلمة distract يشتت وكلمة يعني يقاطع شخص في الحديث او الكلام it's often a good idea to start with smaller بول انها فكرة جيدة to start with smaller نحن نبدأ with smaller easily goals طبعا هو عايز يقول نحن نبدأ بالاهداف السهلة الصغيرة اللي يمكن تحقيقها يعني يمكن تحقيقها يعني achievable the letter c يبقى smaller easily achievable goals اهداف سهلة صغيرة يمكن تحقيقها فكلمة achievable يعني يمكن ايه تحقيقها it's a restricted and contract that expires in three years طبعا هنا بيقول لي ان ان يعني عقد مكتوب يعني بالبونة معينة restricted يعني محدد and time bound ومحدد زمنيا هو عايز قول كده يعني محدد زمنيا يعني time bound يبقى restricted محدد مخصص and time bound contract يعني عقد محدد بوقت زمني معين that expires in three years وهو ثلاث ايه سامنوات يبقى محدد بوقت يعني time bound طبعا اللي هي اول واحدة please include all the بقول له من فضلك include يعني ارفق all the a with your application طبعا بقول له حط يعني كل الوسائق المتعلقة او المتصلة او لها صلة بطلب التقدم ووظيفة بتاعتها يبقى نقول all the relevant relevant يعني الوسائق المتعلقة او المتصلة او فيما تخص لايه الوظيفة relevant يعني متصل او متعلق I trying to persuade him to continue his studies I give out ولا given ولا give up طبعا بيقول يعني انا give up يعني توقفت عن المحاولة باقناعه ان هو continue his studies ان هو ايه يكمل كلمة يتوقف يعني يعني give up معنى يتوقف عن شيء بقولي انا خلاص توقفت عن المحاولة ان انا اقنعه ان هو يستمر في دراسته طبعا يعني يوزع لي اول واحدة يعني يطلق حرارة او ريح او ضوء يعني يستسلم طبعا هنا بقول give up يعني توقف ويجي بعدها فعلي في النجية يعني المحاولة يعني طبعا بقول هي يعني طبعا بقول هي تبرعت بكمية او مبلغ كمية الاموال لماذا يتوقف على العديد لله لابحاث السرطان أو ابحاث السرطان يعني 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 العديد صغير الاموال تصدق لابحاث السرطان بحاث تصدق يعني طبعا بيقول يعني ان القرون ده لابحاث لابحاث وطبعا كلمة يعني تأثير. يعني تأثير قليل يمكن قياسه. يبقى كلمة يعني تأثير قليل يمكن قياسه. يعني منزو من سنتين فاته. فكلمة يعني قابل لقياس. يعني تأثير قليل قابل للايه القياس. ميجرابل معناها طبعا ميجرابل يعني قياس. وميجرابل يعني قابل للايه القياس. ميجرابل يعني قابل للايه القياس. أو مساج. سوري كلمة دي اسمها مساج. بل المساج يعني تدليك الجسم. ربما يساعد في تزويد بلات فلو. يعني تدفق الدم أو انسيابية في الدم. طبعا. يعني لمناطق معينة فين في الجسم. كلمة يعني مناطق معينة من الجسم. طبعا كلمة يعني صحية مش نقول مناطق صحية. براكتكال عملية يمكن تحقيقه. لا هو عايز يقول ان ده بيساعد في تزويد انسيبية الدم أو تدفق الدم إلى أجزاء أو مناطق معينة في الجسم. مناطق معينة يعني specific areas. المدرس قالي ان اجابت على الامتحان. السؤال كان في الامتحان. لم يكن. المدرس قالي ان اجابت على الامتحان. انا كتبت اصلا عن موضوع خطأ. يبا ما كانش متصل بالسؤال. ما كانش متعلق. يبا wasn't relevant. ليه لتر بي. wasn't relevant. ما كانش متصل او متعلق. انا كتبت عن ايه؟ عن موضوع خطأ او موضوع تاني خارس. البابي بجان تو بقول. البابي بدأ ان سلولي. عن هانتس كانت نيس. يعني بدأ ان هو يسحف ببطء على أده و رجبتيه. هاندس اليادي وينيس يعني الرجبة. يسحف يعني crull. crull ly later see. كلمة crull معنى يسحف. هي سوفة يعني تصنع او تكون سروة. طبعا هي عندها روح او تقول روح المبادرة. طبعا روح المبادرة يعني اللي هي اول واحدة. طبعا هو عايز صفة هنا. احنا اخدنا كلمة يعني رائد اعمال. واحد صاحب مشاريع بقى وحاجات زي كده. لكن هنا بيقول يعني روح المبادرة. لابنتي ده عندها روح المبادرة. اكيد يعني روح المبادرة خاصة في الاعمال التجارية والمشروعات والكلام ده. بول كان في يعني الكسير من الحضائق المتنوعة. طبعا يعني في الحي اللي احنا عايشين فيه او المكان اللي احنا عايشين فيه. الحي معناه نيبرهود يعني حول الحي اللي احنا عايشين فيه. بولي الاصلاحات دي احنا عملناها اصلا صممناها عشان تشجع. وترقي او تزود الشغل. يعني الاستثمار. طيب هنا بيقولي ان الاصلاحات دي صممت ايه عشان تشجع ايه? طبعا هي عتشجع يعني الاعمال الاعمال الريادية او المشروعات الريادية او المشروعات التجارية. يبا هما عملوا الاصلاحات دي صمموها لتشجيع انتريبونيرشيب. and promote business. طبعا لتشجيع الايه? الاعمال الريادية. وترقية الاعمال والمشروعات and investment والاستثمارات او الاستثمارات او الاستثمارات. the researcher setup او sets up and space to test the hypothesis. طبعا نبول ان الباحث ده sets up يعني بيجري بيجري ابا اكيد تجربة توتست عشان يختبر the hypothesis يعني النظرية الفرضية. طيب يجري او ينفس تجربة علمية يعني يعني نظرية الفرضية. the youngsters gradually يبول الشباب ذول بالتدريق. confidence in their abilities. يعني هما بيزدادوا ثقة بقدرتهم. كلمة يزداد ثقة يعني gain confidence. يعني اختار كلمة gain. gain confidence يعني يزداد ثقة. هنا عايز أقول على عكس أصدقائه أو على العكس من أصدقائه علي ده ما بحبش يلعب فوتبول طب على العكس أو على النقيض يعني يعني unlike unlike يعني على العكس Some people seem to their kids do whatever they like بول بعض الناس بيسمحهم هو عايز أقول كده يعني بيسمحهم لأولادهم do إنهما يعملهم whatever they like ما يحلو لهم طيب كلمة قلو يعني يسمح وكلمة لت يعني يسمح يعني يكبر وكوز يعني يسبب أو يتسبب لا إحنا عندنا قلو أو let طيب اللي دنين معناهم يسمح بس نختار إزاي نبص بقى على الجملة هنا في الجملة هنا جايب لكلمة do kids do جايب لمصدر ولا تقول مصدر لا جايب لمصدر بس يبقى يختار كلمة let يبقى let their kids do whatever they like يعني بيدعوا أبنائهم يفعلون ما يحلو لهم أو ما يحبون ينفع اللاو لو قال to do لو كان في to do تو المصدر أحط كلمة اللاو بينما أنا كنت ماشي بقولي أنا قبلت قبل إيه بقى طبعا هو عادي يقول ten year ولا ten years ولا ten years ولا a ten year طبعا دي برضو يا شباب صفة مركبة نقول a ten year boy يعني ولد عنده عشر سنوات يبقى حطينا a وقلنا year بس قلنا year بس مقولناش years لان دي صفة مركبة لما يحطيلي a يبقى مفرد يبقى ten year boy يعني ولد عنده عشر سنوات your results will بقول النتيجة بتاحتك سوف how hard you have worked بقوله النتيجة بتاحتك ستبرهن هو عايز قول كده أو ستثبت add a انت اشتغلت بget يبقى will will prove prove يعني تثبت اللي هي letter b prove يعني تثبت أو تبرهن I find that بقول أنا بجد that of german words وبقول أنا بلاقي يعني نطق الكلمات باللغة الألمانية أو نطق الكلمات الألمانية quite tricky يعني خادع شوية الحروف خادعة يعني مش كل الحروف تنطق مثلا فيه trickات فيها كده يعني يبقى I find that pronunciation نطق يعني اللي هي آخر واحدة the pronunciation of German يعني نطق الكلمات الألمانية ده tricky يعني خادع سنة in the eighteenth century في الكرون الثمنتاشر being a لما تكون إيه and betraying وتخون the ruler الحاكم was an unforgivable crime كانت جريمة لا تغفر طبعا إنك تكون traitor يعني خائن ليا letter the being a traitor يعني لما تكون خائن وبتخون الحاكم ديته كانت تعتبر عندهم unforgivable crime يعني جريمة لا يمكن غفرانها نات جيو اللي هي national geography يعني filmed a wild life يعني صورت الكرون دي صورت صورت إيه بقى wild life sit in the sahara desert تم في الصحراء الكبرى يبقى wild life documentary يعني أفلام وسائقية طبعا معروف عن national geography بإختصارها يعني nat geo يعني national geography معروف أن يبتصور أفلام وسائقية سواء عن الحيوانات أو أشياء عالمية يعني يبقى wild life documentary يعني فيلم وسائقي خاص بالحياة البرية في الصحراء الكبرى أو الصحراء العظمى يعني يبقى كلمة documentary يعني فيلم إيه فيلم وسائقي بي بي سي سبيس must be familiar with reporting live live from crime scenes طبعا بلن البي بي سي دي لازم تكون يعني على واعي بريبورتين بتبليغ live from يعني إنهما يبسوا الأشياء دي live يعني مباشرة from crime scenes من مشهد أو مشاهد الحادث أو الجرائم and dealing with investigators والتعامل مع المحققين طبعا بي بي سي correspondence correspondence يعني المراسلين بتوال بي بي سي طبعا دي كناة بريطانية يعني بتكلم لغة بريطانية ومعروفة كناة إخبارية كبيرة يعني حتى بنزلوا على كمان برامج تعليمية بي 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 سي يبقى بي بي سي كوررس بوندنس يعني مراسل وكناة بي بي سي بي بي سي يبقوا على واعي طبعا بمشاهد الجريمة والتعامل مع المحققين والكلام ده آخر سؤال معنا students must التلميذ يجب that the timetable could change for a period of time طبعا بقول التلميذ لازم يحطوا في دماغهم يأخذوا في الاعتبار ان جدوى الموعدة could change ممكن يتغير for a period of time لفترة من الوقت يعني انت حدث جدوى ممكن يحصل اي حاجة فتضطر يتغيره لازم تحط في دماغك كده تبقى حدث مثلا بديل يعني يبقى students must keep in mind keep in mind يعني يضع في عقله او في دماغه او يأخذ في الاعتبار يعني ان الجدوى الموعدة ممكن يتغير في اي وقت بسبب اي ظروف لفترة من الوقت keep in mind يعني يخلي باله او يحط المعروضة في دماغه او يحطها في الاعتبار